السلام عليكم ازيكم يا شباب عامليني ايه ان شاء الله بإذن الله النهاردة نستكمل الموضوع بتاع السيجما ليفل والسيجما ونشوف الحسابات السيجما ليفل وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ان طبيع العمل بتاعنا في القرص هنشوف نحسب ازاي السيجما ليفل اللي هي من سيجما في مجال عمل كل واحد فينا وشرحنا الجدول اللي موجوده قدام حضراتكو دلوقتي المحاضرة اللي فاتت وعرفنا ازاي بنشوف الديفكت سبير مليون اوبرتونيتي اللي هي dbmo والبرسنتج يلد اللي هي الجد والبرسنتج ديفكت اللي هي النسبة الانتاج او الخدمة السيئة او نسبة العيوب اللي هي السيجما فاليو هنكمل الجزء بتاع المهاردة ان شاء الله وطبعا الكيرف اللي قدامكو دوت اللي هي النسب اللي هي الوان سيجما واحد وتلاتين في المية اتنين سيجما تسعة وستين في المية اللي هي النسب الجيدة نسبة الانتاج او الخدمة الجيدة لغاية السيج سيجما زي ما قلنا تسعة وتسع تسعة تلاف تسعمية ستة وتسعين الف اللي هي تقريبا مية في المية وهنحسب الحاجات دي وبنقول كده الصوت واضح معنا يا شباب شمانس احمد كده ممتازة بشمانس احمد طبعا وبنقول ان الجدول اللي احنا شرحناه الاسبوع اللي فات دوت بيوضح نسبة المنتجات السليمة واحتمال العيوب لكل مليون فرصة وسمينا العيوب اللي هي لكل مليون فرصة اللي هي رمزنا لها بالرمز دي بي ام او اللي هي الدي ديفيكتز بي بير ام مليون او عند كل مستوى من مستويات ستة سيجما وهنحدد السيجما ليفل او مستوى سيجما من حاجة اسمها السيجما اللي هي جداول تحويل سيجما وهنحسب منها الدي بي ام او اللي هي اهم حاجة عندنا طبعا في كل واحد شغال في مجال عمله شغال في مكتب خدمي شغال في مكتب انشائي شغال في موقع شغال في مصنع ايا كان المكان اللي انت حضرتك شغال فيه بنحسب السيجما ليفل في المكان دوت عن طريق تلات قوانين هندرسهم مع بعض دلوقتي واحنا هندرس السيجما ليفل من خلال الحساب بالقوانين ومن خلال الكالكوليتور شيت اللي انا شيرتهالكو او المهات صاحبة حسام شيرهالكو النهاردة على الجروف طيب اول حاجة في حسابات السيجما ليفل كل الناس بقى تركز معايا بنحسب حاجة اسمها الدي بي يو الدي بي يو اختصار اختصار لدي بي يو اختصار لدي بي يو اختصار لدي بي يو العيوب لكل واحدة اختصار تج backend نحضر اللي هو عدد الايوب بيرNumber اختصار يبقى بحسب اول خطوة عندي في حسابات السيجما ليفل الدي بي يو اللي هي الدي فيكتصار بير يونيت بتساوي number of defects على number of units عدد العيوب على عدد الوحدات وهنعرف الكلام ده وهنطبق عليه بكيس استاد طيب القانون التاني او العلاقة التانية حاجة اسمها DBO DBO اللي هي defect pair opportunities equal بناخد DBO اللي احنا حسبناها في الخطوة الاولى على number of defect opportunity بناخد DBO اللي هي في المعادلة الاولى ونقسمها على عدد العيوب لكل force ده القانون التاني اللي هو DBO defect pair opportunities طيب القانون التالت اللي هو التارجت بتاعي اللي انا عايز احسبه ومن خلاله cohra super هحسب المعادلة الاولى الدي بي ام او اللي هو بيساوي الدي بي او اللي هي الخطوة التانية اللي هي في عشرة وستة في مليون بضربها في مليون عشان دي لكل مليون فرصة. فبضرب الدي بي او في مليون. اخر خطوة عندي اللي هي بحسب من خلال الجدول بتاع تحويل السيجما او سيجما كونفرسيشن تيبل. ادي الجدول او بتاع السيجما كونفرسيشن تيبلز. انا لما باجي بحسب الدي بي او بامشي كده بالمسطرة قدامها او بخط مستقيم. يعني لو الدي بي ام او عندي تلاتة بوينت اربعة هتبقى السيجما بكام بستة. وكزا بحسب الدي بي ام او وشوفها في الجدول السيجما بتاعتها بكام وهي دي مستوى السيجما اللي انا حسبته في مجال العمل او المنشأة بتاعتي. طيب. دي الطريقة الاولى. احنا زي ما اتفقنا في طريقتين انا اخد الطريقتين المهاردة لحساب السيجما ليفل. الطريقة الاولى اللي هي الجدول دوت اللي حضراتكو شايفينه اللي هو السيجما كونفرسيشن تيبلز. ودي الطريقة التانية اللي هي الكالكوليتور شيت. اللي انا شيرتها النهاردة على الجروب او المنصح متحسام اللي شيرها النهاردة على الجروب. دوت كالكوليتور اه نزلته اه الهيئة بتاعت السيجما. اه البروس السيجما ليفل. وبتكتب فيها يعني الارقام اللي هتطلع لك زي النمبر اوف يونيتس. والتوتال نمبر اوف ديفيكتس. والنمبر اوف ديفيكتس ايبرتيونيتي. والسيجما شفتي ده رقم ثابت اللي هو واحد ونص. بيديك الريزلتس. من غير بقى ما تحسب قوانين. ومن غير ضربه وجامعه وطرح. بيحسب لك الدي بي يو. والدي بي ام و او. والسيجما ليفل واليالت. اللي هي النتائج اللي موجودة تحت. وهنشوف الكلام دوت بنعوض به ازاي في الكالكوليتور شيت. طيب. قلنا ان الجدول عند مستوى اتنين سيجما بتصل العيوب الى تلتمية وتمانية الف وخمسمية سبعة وتلاتين. ده اللي هو بيعني الدي بي ام او. طيب. ده لو ايه? لين سيجما. طيب لو تلاتة سيجما بتقل العيوب لتصل الى ستة وستين الف تمنمية تمانية اه تمنمية وسبعة عيب لكل مليون وحدة. طيب لما ما تكون مستوى ستة سيجما العيوب لا تتعدى التلاتة بينت اربعة عيب لكل مليون فرصة وتكون نسبة المنتجات السليمة التي تطابق مواصفة العميل وتحقق رضاءه تقريبا مية في المية عند مستوى ستة سيجما. مما يعني كلام ده اللي احنا خدنا المرة اللي فاتت اللي هي ده ما قلنا ان في علاقة عكسية ما بين مستوى سيجما وقيمة سيجما اللي هو السيجما مما يعني انه كلما زاد مستوى سيجما بتقل او بتتنخفض العيوب والتي تعرف بقيمة سيجما اللي هي السيجما او مقدار العيب اللي موجود عندها. بمعنى اخر توجد علاقة عكسية بين مستوى سيجما الذي يعبر عن مستوى الجودة وبين قيمة سيجما التي تعبر عن مقدار العيوب الموجود. بمعنى اخر انه كلما زاد مستوى سيجما اللي هي السيجما اللي هي الوان سيجما تو سيجما سري سيجما فور سيجما فايف سيجما سيج سيجما كلما انخفضت قيمة السيجما فاليو وانخفض احتمال العيوب. قلنا ان بعض القطاعات بتستخدم المستوى التامن اللي هو تمانية سيجما بدلا من المستوى السادس اللي هو ستة سيجما زي ما قلنا قطاعات الجوية واقطاع الطب وجراحة العيوب. حيث لا يسمح في هذه القطاعات باي احتمال لوجود عيب. ودينا مثال على شركة ناسا الفضائية اللي هي اكبر سيجما اكبر تطبيق لمستوى سيجما على مستوى العالم. وليكن اتناشر سيجما او بتطبق اتناشر سيجما في وكالة ناسا. طيب. ناخد بقى مع بعض الكيس وكل الناس تركز معايا عشان نعرف نحسب السيجما. يبلغ المختبر عن الف نتيجة احصائية في شهر ده يعتبر المنتج. معمل مختبر بيعمل الف نتيجة احصائية في الشهر. ولم يتم الابلاغ عن عشرة في المية او مية نتيجة خلال الفترة الزمنية المحددة اللي هي العيوب. يعني في خلال الشهر دوت حصل عشرة في المية من الالف او بما يقدر بمية نتيجة حصل فيها عيوب. عدد فرص العيوب هو تلاتة. يعني تمثل المراحل الثلاث للاختبار اللي هي مراحل ما قبل التحليل والتحليل والمراحل اللاحقة للتحليل. انا اقدر احسب من خلال التلات معلومات دول السيجما لفل عندي في معمل المختبر ونشوف معمل المختبر بيطبق كام سيجما عنده من خلال النتيجة اللي هي عملناها احصائية في الشهر ده. طيب. مطلوب حساب مستوى سيجما اللي هو هي السيجما ليفل. زي ما اتفقنا عندي تلات قوانين لازم اطبقهم عشان يمكن ان يحسب السيجما اللي هو أول قانون اللي هو تاني قانون اللي هو تالت قانون اللي هو الدي بي ام او طيب القانون الاول اللي هو الدي بي يو اللي هو الديفكتز بير يونيز بيساوي النمبر اوف ديفكتز على النمبر اوف يونيز طيب النمبر اوف يونيز عندي بكام بالف وحدة طيب والنمبر اوف ديفكتز بمية عيب يعني لما اجي بحس بالدي بي يو بقسم عدد العيوب على عدد الوحدات اللي هي مية على الف طلعت بواحد من عشرة يبقى ده القانون الاول اللي هو هيرتبط عليه القانون التاني اللي هو الدي بي او يبقى لكده جبت الدي بي او بواحد من عشرة نحسب القانون التاني اللي هو الدي بي او قلنا بناخد الديبيو على النامبر طبعا الديبيو اللي احنا حسبناها في العلاقة الأولى اللي هي بواحد عشرة على عدد الفرص لكل عيب اللي هو عندي بكام بتلاتة اللي هما التلات مراحل بتوع التحليل ما قبل التحليل وأثناء التحليل وما بعد التحليل كده نقدر نحسب الديبيو هأسم الديبيو اللي هي واحد من عشرة على النامبر اللي هي التلاتة بيساوي تلاتة وتلاتين من ألف تلاتة وتلاتين من ألف بلا كده حسبت الديبيو الديفيكت سبير اوبروتيونيتيس قانون التالت هاحسب الديبيو اللي هو اللي هيوصلني إلى السيجما ليفل يبقى الديبيو لما هاجي هاحسبو وادخل على الكونفرسيشن تابلز اللي هي الجدول اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي من خلال الرقم اللي هيطلع بتاع الديبيو نقدر نحسب السيجما ليفل في معمل المختبر طيب الديبيو بيساوي الديبيو اللي هي الخطوة اللي احنا حسبناها التانية اللي هي ديفيكت سبير اوبروتيونيتيس في مليون او عشرة وستة طلعت الديبيو ام او لما ضربنا الثلاثة وتلاتين من الف فعشرة وستة طلعت بتلاتة وتلاتين الف تلتمية تلاتة وتلاتين بوين تلاتة وتلاتين هناخد الرقم دوت شايفيني الرقم ده بتاع الديبي ام او وندخل على جداول او جدول الكونفرسيشن تيبل يطلع لنا السيجما ليفل بتاعت معمل المختبر تلاتة بوين تلاتة خمس نرجع كده للجدول بتاع الكونفرسيشن تيبل او ونشوف الديبي ام وو اللي هي التلاتة وتلاتين الف طبعا انت مش هتلاقي هنا الرقم بتاع التلاتة وتلاتين الف تلتمية تلاتة وتلاتين فبتاخد اقرب رقم ليها بتاخد اقرب رقم ليها طيب اقرب رقم ليها شايفين الرقم ده اللي هو اتنين وتلاتين الف مية سبعة وخمسين اهو ده اقرب رقم للتلاتة وتلاتين الف تلتمية تلاتة وتلاتين ونمشي كده قدامه نحسب نجيب السجما اللي هي تلاتة بوينت خمسة وتلاتين حد مش فاهم حاجة حد مش فاهم ازاي يحسب السجما من خلال الجدول بتاع قبل ما نخش على مهندس احمد حسان معايا في حد عنده سؤال هنا عالشات عشان انا مش شايف الشات بصراحة ايه باش مهندس محمد الحداد فضل في سؤال اه في سؤال بعد ازنك اه هو ال اتبع الاسئلة معلش بعد ازنكو انا هفتح الاسئلة في الجزء ده عشان ده يعتبر هو الانيشي الاسيسمنت بتاعي او هو ده مدخل السيك سجما فكل اللي عايز يسأل سؤال في التطبيق العملي يسأل معلش لو كنت دايما بخلي الاسئلة في اخر المحضرة انا هخلي الاسئلة بالزات في الجزء ده عشان هو ده يعتبر التطبيق العملي هو ده المدخل لحساب السيجما وانت لو ما حسبتش السيجما او ما فهمتش تحسب السيجما في مكان عملك مش هتعرف تطبق الدماغ ما اللي عايز يسأل يسأل طيب برشانت السيجما استعزدان اجبس في السلايد اللي عبلاها بتاعت المسال كده بتاع الاكزامبل حاضر اتفاضل الهندسة هذي الكيس بتاعت معامل الهندسة هي بس حتة عدد فرص العيوب هو ثلاثة ده ده يعني ده يعني ده اللي مش فهمه في الموضوع وكل صح انت بتشوف المراحل او اللي عندك في العملية زي ما هناخد كيس استادي دلوقتي على التطبيق عملي في مجال عملك بتكتب المراحل اللي انت بتقوم بيها عندك في العملية العملية او اللي بتقوم في معمل المختبر تلات عمليات مرحلة قبل معمل التحليل يعني التحليل طبعا المعمل ده بتعمل في تحليل فانت عندك تلات مراحل للاختبار مرحلة قبل التحليل ومرحلة اثناء التحليل والمرحلة الاخيرة ما بعد التحليل او المراحل السابقة للتحليل هي دي البروزيس او هي دي المراحل اللي بيمر بيها البروزيس عندك في المختبر تلات مراحل طيب انا انا مثلا بالنسبة للمصنع عندي المراحل اللي بتمر بيها العملية 11 مرحلة انت حضرتك شغال في ايه في اللحام ولدي طيب المراحل اللي بتمر بيها العملية عندك كم مرحلة من اول اللي صارت لغاية الانت يعني لو احنا بنقول هنبقى فيه يعني تلات مراحل اللي هما يعني لو احنا بنكلم ببساطة يبقى مثلا او اكتر تقطيع وتجميع والحام وفحص هو انتشغل في الصناعات الحديدية طيب طيب انت دلوقتي انا بس انا شغال زيك في نفس المجال انا عندي 11 مرحلة بداية من الرو ماتيريال لغاية الشابنج لغاية الشاحن بتبقى انت كده عندك بتكتب البروزيس في لوت شارت دياجرام اللي موجود عندك في المنشأ او في العملية اللي انت بتقوم بيها وتشوف عدد المراحل دي وهي دي عدد فرص العيوب زي ما هنشرح في الجدول اللي انا شيرته النهاردة على شية الاكسل فيهمت عدد الفرص بتاعت العيوب لعدد المراحل اللي انت بتقوم عندك بيها في المنشأ تمام عندك اوزيال فرص الله يكري محك طيب حد عنده سؤال تاني نهارد فضلي اوزيال سمعيني اوزيال اه تفضلي ازايك الحمد لله تمام انا مش هاخد مقط حدك طويلا بس انا دلوقتي بشتغل في مجال خدمي يعني سيرفيس زي امازون بنشتغل في مجال اللوجيستيكس انا بجيب اللي هي مراحل اللي هي الدي بي او او الديفلس البروزيس عندك طبعا انت انت بالنسبالك انت بالنسبالك في مجال عملك بداية المرحلة اللي عندك من اول لما الوردر بي روصلك ولا من قبلها هيا عندنا كشاح او تمام مالها حلقة بقى بقبل كده حصل فيها ايه من اول ما العميل طلب لا ملكيش دعوة ملكيش دعوة انت دلوقتي بالنسبة للمجال عملك انت مش بالنسبة للمجال عملي المنشأة لو هناخد بقى بالنسبة احسب السيجما للمنشأة كاملة انا هحسب بقى من اول لما العقد بيطمضي اول الوردر بي ايه بيوصل من خلال الكاسكومر انما انت بالنسبالك انت في البروزيس اللي انت بتقومي بيها في مجال عملك بداية اول لما الوردر بيوصل لك صح بعد كده طيب بعد كده في كم مرحلة بعد ما الوردر بيوصل لك يعني بعد ما الريسيف الريسيف اول مرحلة البعد كده ايه هتعتبر تلات مراحل لان انا بستلم بفرز بصين على المندوب المندوب يروح يسلم الوردر بس حضرتك هتقومي رسمة التلات بلوكات بالزبط كده حضرتك هتقومي رسمة التلات بلوكات دول عشان تحددي للمسؤول اللي انت هتحسبيله السيجما لفل في المكان بتاع العمل هتقوليله انا اول مرحلة بقوم بها كزا المرحلة اللي بعدها ساهم كزا المرحلة التالتة كزا وتحددي التلات مراحل وبعد ما تحددي التلات مراحل بتحسبي التلات قوانين اللي احنا لسه شرحينهم دلوقتي اللي هو الدي بي او والدي بي او والدي بي ام او وبنخش على الجدول بتاع السيجما كونفرسيشن تابل وبنطلع قيمة السيجما ليفل بالنسبة لمكان ايه عملك او مجالك اللي انت بتقومي بي الدي بي او هو قدد المراحل اللي ممكن يحصل فيها الديفاكت الدي بي او انت بتقول ايه الدي بي او اختصارا يعني الدي بي او هو عدد المراحل اللي ممكن يحصل فيها الديفاكت بير اوبروتيونيتي لا الديفاكت بير اوبروتيونيتي بتساوي الدي بي او على النمبر اوف ديفاكت بير اوبروتيونيتي النمبر اوف ديفاكت بير اوبروتيونيتي اللي هي عدد المراحل اللي هيحصل فيها العيوب اللي هما التلاتة تمام ممتاز شكرا جدا لحضرتك حضرتك كده يعني قدرتي تفهم النقطة دي? او او. لا ممتاز جدا شكرا جدا لحضرتك. طيب تمام. حد عنده سؤال تاني في السيجما في استاذ رفي مراد. فضل. وبرده نفس السؤال على ال دي بي او. انا عايز افهم بس. ممكن حضرتك تعالي الصوت شوية بس. يعني الصوت بعيد شوية من سامة. كده كده واضح? او لا كده تمام. تمام. طيب. انا عايز افهم بس نتيجة الاسمة الدي بي او على الناتج بتاع المعادلة دي هي او احتمالية حدوث الخطأ في احدى المراحل او احدى خرص العيوب اللي. دي العيوب دي بي او. دي بي او اللي هي اختصار ازاي ما حضرتك بتقول كده. اللي هي احتاج العيوب لكل الفرص. تمام. اللي هي اختصارها هي. ازاي عيوب لكل الفرص. فبالتالي الناتج بيتم تبسيط النسبة بدل ما هي كانت عشرة في المية. اه على على ان العيب عيب واحد كامل. اصبح كده عشان انا عندي ثلاث مراحل او ثلاث فرص. فاصبحت النسبة او. او ثري في المثال ده. الله ينور عليك. على الاجمالي. يبقى انا عندي احتمال او صح. الله ينور عليك. طبع. اوكي شكرا لي. العفو. العفو. حد عنده سؤال تاني في السيجما ليفنج. ما ليه? قبل ما. او كالكوليت ورشيت. استاذ هيسم ماجدي تفضل. استاذ هيسم. الو. افضل حضرتك. ازاك يا ناس. افضل. ازاك ما شو انسو الساعة. افضل حضرتك. الحمد لله تمام. رمضان كريم عليك. قول لكم جميعا ان شاء الله. الله يخليك. اه بص حدودك يا فندم انا شغال في مجال التاريخ المجانب؟ او اله او رمضان يعمل? اشتغال في مجال ايه? اله أي دش او رمضان يعمل. ميش؟ الهش ع. الاوكي. دمامك كده. حضرتك هنا كده النامبر بتاعته ايه? كدل على الاعداد الاودود او التم بات wishing لانا ده اللحة? مظبوط كده? الايه? النمبر اوف يونيتس? بالزبط. النمبر اوف يونيتس? لأ. هقولك انا بقى. انت دلوقتي النمبر اوف يونيتس دي انت دلوقتي في مجال الاتش او ار. انت البروسس بتاعتك اللي انت بتقوم بيها. فيها كام شغلانة جوه? يعني انا مسلا الاتش او انا بعمل الهيابات. بعمل الاجازات. بعمل شيتات اكسيل خاصة بالعمال مسلا او الموظفين. صح? كل المحتويات اللي في العمل ده هي النمبر اوف يونيتس. طيب انا انا اللي قصدت كله ان في الكمسولتنج مع متل احنا ببنجي نشتغل فيه. اوكي? بيبقى بنشتغل على زي البروجيكت منجمنت كده. بنتنقل لسكس فيزز. اوكي? كل فيز لها او التوتس معينة. اوكي? بنخرجها. معينة بنقدر اا اا نترحل الادارة او تقدر تحسب لها عدد الوحدات? نعم. انت تقدر تحسب للبيزنس دي عدد الوحدات? طبعا طبعا. بس هي دي بالنسبة لك النمبر اوف يونيتس. الدفيكتز بقى. ايه المشاكل اللي بتحصل في عدد الوحدات دي يا عدد ايه? اوكي. يعني انت مثلا لو عندك اا الف بايزس. او اف وحدة. بيحصل فيه مشاكل احدي ايه في الالف. مثلا لو. مثلا قلنا مثلا اا عشرة مسلا منها. مسلا. مس كده. يبقى انت او ال number of units او ال number of samples اللي انت شغال عليه? الف. حصل من ال الف وانت شغال عشر عيوب. يبقى ال tpu كام? ال tpu بتاعنا. هتقسم العشرة على ايه? الالف. zero one. الله ينور عليه. برافو عليه. تمام. هتبقى واحد من لي? ال opportunities. ال opportunities بقى انت بقى في مجال عملك. في مجال عملك انت ال process اللي انت بتقوم بيه كل يوم اول لما تخش مكتمك لغات لما تروح. ال process بتاختك كم مرحلة? six phases. حلو اوي. يبقى انت عندك عدد المراحل او process اللي انت بتقوم بيها في مجال شغلك انت ست مراحل اول مرحلة بتدي للمرحلة اللي بعديها بتدي للمرحلة اللي بعديها لغاية final product او final reports اللي انت بتعمله. تمام? عندك كام واحدة ستة? بالظبط كده احنا عندنا six phases. هل حضرتك هنا? بس كده. يبقى number of the fixed opportunity setة. يبقى دي بي او تقدر تحسبها بكام? دي بي او كده هتطلع. واحد من الف اه واحد من مية عالستة. بالظبط كده. قدامك انا حسبة دلوقتي? او انا يعني قريدي انا اشغل على الشيت اللي حضرتك بعده. فهو انطلع لي. لا ده الشيت ده انا لسه اشرح. اوكي. ده الشيت ده انا لسه اشرح. اوكي. الشيت ده انا لسه اشرح. اوكي. اوكي. باشرح لك الطريقة الاولى اللي هي بتاعت الconversation tables. بتحسب من خلال الطوانين. طبعا. اوكي. يعني في ناس بقى ما عندهاش وقت تضرب وتقسم وتطرح. وده يا هندسة احنا بديجي من شغلة عبانين. يا هندسة احنا عايزين حاجة سهلة. يحط فيها ايه? او الارقام. تطلع علينا results. اللي هو الكالكوليتور الشيت اللي انا لسه اشرحه بعد. المهم انا باشرح لك بالطريقتين. باشرح لك. الconversation tables عن طريق العلاقات والقوانين. والخطوة او الطريقة التانية او الثاني اللي هو الكالكوليتور الشيت. المهم انت فهمت في مجال عملك. انا فهمت كده. ما بتيجي تطبق القوانين. هاتي اعمل ايه? بالضبط كده. بالضبط. شكرا جزيلا. العفو. حد ليه سؤال تاني? اه بعد يزدك ليه سؤال تاني? اه بعد يزدك ليه سؤال تاني? في السلايد اللي فيها الكالكوليتور. حضرين كنت طلعتها على. لسه ما شرحته. لسه هشرحها. لسه هشرحها بالتفصيل ما تقلقش. طيب اوكي. شوف المثال بتاع معمل المختبر دوت. هنطبق عليه الكالكوليتور دلوقتي. طيب. نرجع بقى لمرجوعنا. عشان البش مهندس اللي سأل دلوقتي على الكالكوليتور شيت. هنطبق. الارقام اللي هي دي. على الكالكوليتور شيت. انا عندي هنا. النبر اوف يونت سيب كام? بألف. والديفكت بمية. والديفكت سبير اوبرتونيتي بتلاتة. هطلع الكالكوليتور شيت. كل الناس تركز معايا. امس بس ما فيهوش عرقام. طيب. المثال بتاع معمل المختبر اللي احنا لسه شرحينه عن طريق القوانين. هنشرحه عن طريق الكالكوليتور شيت. خلي بالكم الكالكوليتور شيت اضق من الجدول. الكالكوليتور شيت اضق من الكونفرسيشن تابل. بتطلع لك العالمة العشرية. طيب. انا عندي النبر اوف يونت اللي هي الان بكام? بألف. شو هما دول الالف وحدة? هنقوم كتبينهم هنا ايه? في الكالكوليتور شيت الف. طيب. والنبر اوف ديفكت عندي عدد العيوب بمية. اللي هي العشرة في المية اللي ممثلين مية. هنكتب هنا مية. في عدد العيوب. طيب. النبر اوف ديفكت عندي عند المراحل طبعا تلاتة. الديفكت عندي اللي هما التلاتة. تلعت بكام? شايفين الريزولتس الاخيرة? اللي هي البروزس. سيجما. تلاتة بوينت تلاتة وتلاتين. طب لما طلعناها احنا بالجدول. لما طلعناها عن طريق الجدول تلعت بتلاتة بوينت خمسة وتلاتين. يعني في علامة عشرية في الجدول طبعا عنشان احنا بنقرب. يعني اللي احنا بنقرب. بنشوف الدي بي ام او بكام? وبنشوف اقرب رقم في الجدول بي ايه? قريب للرقم ده. انما بالنسبة للكالكوليتورشيد جبل النتيجة بالزبط. تلاتة بوينت تلاتة وتلاتين واربعة. طيب. حد مش فاهم الكالكوليتورشيد? يعني لو اي حد لي سؤال في الكالكوليتورشيد يسألني دلوقتي. عشان يبقى كده احنا شرحنا السيجما ليفل عن طريق القوانين والعلاقات والجدول والطريقة التانية عن طريق الكالكوليتورشيد. اللي عايز يسأل. 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 هاتف عت سيف. فضل. هاتف عت سيف. فضل. فضل. هاتف عت سيف. باستاذ هايز يسأل. الجوادي. فضل. او العوضي. اتفضل. افتح الماء. ايه. حاتم العوضي من حضرتك. اتفضل يا اوستاس حاتم. مساء خير. ما انت سامة زي حضرتك. انا عندي سواء بس او. مساء اللو. اه. بعد ده احنا كده دلوقتي انا بفترض ان عدد العيود سابق في كل مرحلة. مين اللي قال كده? حضرتك دلوقتي انا اللي هي. دي التلاتة. انت عندك انا مجاهيل. تلات مجاهيل. والنبر اللي هي دي. اللي يلقوه. هم دول التلات مجاهيل اللي عندك. اللي احنا حسبناهم. اللي احنا حسبنا لهم القوانين. النبر عندك في معمل المختبر بالف. والعيوب اللي ظهرت في الالف مية. طب والمراحل بتاعت العملية. تلات مراحل اللي هي مرحلة قبل الاختبار بتاع التحليل ومرحلة اسناء الاختبار بتاع التحليل ومرحلة ما بعد الاختبار. يعني عندك البروزيس في معمل المختبر تلاتة. انت كده انا فهمت يا استاذ حاتم. انا انا فهم هدراك يا دكتور انا بقول لحضرتك على الاستايد اللي قبلها بقى معلش. يعني دلوقتي انا مجح سب اه مليون opportunity. كده دي معناها. اه تب تكلم على القوانين? اه قوانين دي. اه عدد ديفكتس في كل مرحلة سابت. صح كده? يعني انا مفترض. عدد في المرحلة ستجوان زي عدد ديفكتس. اه اه اللي هو النمبر of the fixed opportunity. تلاتة صح سابتين. اه اه. اللي هي النمبر of the fixed opportunity. انت عارف اين مقصود بopportunities? الفرص لكل العملية. انت عندك كم فرصة لكل عملية? من تلاتة فيها عيوب. اللي هي دي بي او. دي بي او. اللي هي بتقسم على الموضوع سهل يعني مش محتاج حاجة. المختبر كان من العدل السيدس قليلة فممكن يبقى الموضوع يعني الى حد ما. لكن الزميل اللي التكلم من شوية. لا ده ما هديك بقى كيس سطادي دلوقتي على عدد عيوب حداشر مرحلة. شفتوا الشيط ده. خليك معايا يا استاذ حاجة. انت شغال في ايه? ايه مجال عملك? ايه? في مجال ايه? غزائي ولا في مجال ايه? في مجال ايه? العايزو? الايزو تسعة تلاف واحد ايه فنم. الايزو تسعة تلاف واحد الفين وخمستاشر? ايه? الكوالاتي. ايه? الكوالاتي management system? ايه بالزبط كده يا دكتور. طيب. كان ليك معايا بقى. اللي انا هشرحه ده هيفيدك او في المجال بتاعك. انت ليد ايدوتور ولا انترنا ليد ايدوتور? لا ليد ايدوتور. ليد ايدوتور? طيب. ايه. بص يا بص يا هندسة. انت بتعمل ايه? بتعمل عدد المراحل. انا المثال ده واخده كيس استادي من شغل انا بقى. انا بقى كل الناس بقى عايز هتركز معايا. في المثال ده. ده اللي انت هتعمله في مجال عملة. شايفين الجدول ده? كل واحد تشغل في وظيفة هيعمل الجدول ده. الجدول ده اللي هياهلك اللي انت تحسب السيجما ليبل. مالنجد بقى دعوة بالكيس استادي بتاعت ما اعمل المختبر. انت هتشتغل على شغلك انت بقى. انا عايزك تحسب السيجما ليبل بقى عندك وتعمل الجدول ده. وكل واحد في خلال الاسبوع دوت يعمل الجدول ده. ويحسب السيجما ليبل وده هيبقى الهوم مورك بتاعك الاسبوع. الهوم بتاعك الاسبوعي هتحسجهولي وتبعته. خلال الاسبوع ده وهيبقى عليه درجات. انتو عارفين اللي هيبقى فيه امتحان وهيبقى فيه هوم مورك. اي حاجة انا هطلبها. هو هوم مورك دوت هو هوم مورك اللي انا هطلبه وحيد. اللي هو حساب السيجما ليبل في مجال عملك. اول خطوة هتعمل الجدول الزريف ده. وتاخد النمبر عندك او السامبل اللي انت هتقيس عليها السيجما ليبل. ولياكل ان النمبر ستة. في مشكلة كده? ويه? هناخد اللي هي المراحل بتاعة البروسيس هتقوم كاتبها كده. انا بالنسبة لنا في مجال عملي اول مرحلة البربراشن تاني مرحلة الاسمبلي الويلدنج الفيجول الاني ني تيه الاني سبكشن الساند بلاست البينتنج الباكينج الشيبنج الشاحن. بكتب المراحل زي مراحل معمل المختبر كانوا تلاتة. سؤال اساس حاتم. طب يا بش مهندس لو اكتر من تلاتة اهو. حداشر مرحلة. لو عشرين مرحلة تكتبهم. لو تلاتين مرحلة هتكتبهم. في مثال في الكونستركشن انا كنت مهندس احمد حسام كان مش هيرغولكو. الاسبوع ده شوفوا كم مرحلة. هتقوم بتاع عشرين مرحلة. كل واحد في خلال عمل وهيكتب المراحل البروسيس اللي بيقوم بيها في مجال عمل. تمام? ونيجي ناخد عند كل واحدة المشكلة اللي حصلت. يعني انا عندي بالنسبة هنا بالنسبة للسامبل او الوحدة رقم اربعة حصل مشكلة. هو نعمل عليها كروس. في عيب حصل. في الوحدة رقم اربعة او في الشغلانة او في العينة رقم اربعة او في الشغلانة رقم اربعة. مثلا انا بدي امثلة. طب ما هممكن يحصل مشكلة في كله. نعلم كروسات عليها كلها. في المرحلة دي. طيب المرحلة اللي بعديها. البربراشن. ظهرت مشكلة عندي في الوحدة رقم واحد او معلم عليها. وفي الوحدة رقم ستة او معلم عليهم. ظهر مشكلتين اهو. طيب. طب في الاسمبلين ظهرت مشكلة في الوحدة دي. طب في الويلدنج. في كل مرحلة. اعلم كروس كده او عيب او مشكلة حصلت في كل مرحلة خلال كل واحدة. او خلال كل عينة. طب لو السمبل زي هنا تلاتين. ماشي. اربعين. ماشي. انا واخد هنا ست وحدات. في ناس هتقولي لا طبعا انا في مجال عملي انا ممكن اخد على تلاتين واحدة. بس يعني خليها بتاعك يعني ايه عشان ما اتهش. عشان ما تقعدش تخط كروسات كتير. خدت بالك. يعني يبقى مثلا ايه اليونتس ستة. عشرة. خمستاشر. ما تزيدش عن تلاتين يعني. عشان ما تقعدش تحسب. وتحط كروسات كتير. هي. المينيمام ستة والماكسيمام تلاتين. اكتبوها. ان النمبر او السامبلز اقل حاجة ستة وحدات. واعلى حاجة تلاتين واحدة. او تلاتين عينة. تمام? وهتديك اكيدا ما تقلقش. بس ما تقلش عن ستة. وما تزيدش عن تلاتين. وتيجي تحسب الكروسات دي في النهاية. يعني انا عندي في الوحدة الاولى او العينة الاولى ظهر عندي مشكلتين. في كل الوحدات اهم اهم كاتب تحت اتنين. طيب العينة التانية ظهر خمسة. عدي كروسات دي خمس كروسات. طيب العينة التالتة اتنين. العينة الرابعة او الوحدة الرابعة اتنين تلاتة اربعة. واجمع في الاخر التوتال ديفيكتس. خمس تاشر. نيجي بقى بعد ما جبت التوتال ديفيكتس بريوليد او مطلع الكالكوليتور شيت. نمسح بس المثال بتاع معمل المختبر ونحط النتائج مع بعض. النمبر اوف يوليتس عندي ستة. دي فيها مشكلة? طيب. النمبر اوف ديفيكتس اللي هما الخمستاشر. اللي احنا عدناهم خمستاشر مشكلة او خمستاشر عيب. طيب. عدد الديفيكتس اللي هي عدد المراحل اللي كانت عندي. كام نعدهم مع بعض? هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر مرحلة. نكتبهم الديفيكتس بير او بورتيونيتي حداشر. طلعت السيجما ليفل بكام? انتر? طلعت السيجما ليفل باتنين بوينت اتنين اربعة وعشرين. ده السيجما ليفل في المنشاهدية او البروزيس دي. عرفتوا هتطبقوا الانيشيال اسسيسمنت ازاي? الانيشيال اسسيسمنت اللي هو التقييم او التقدير المبدئي اللي انت هتعمله في مجال عملك. اول حاجة بيعملها الرجل اللي حاصل على الحزام بيحسب السيجما ليفل في مكان عمله. عن طريق حاجتين. اول طريقة. عن طريق التلق قوانين. والكونفرسيشن تابلز. الطريقة التانية اللي هي الكالكوليتورشيت لو انت ما عندكش وقت بقى ومش عايز تبص في جدول ومش عايز تجمع وتطرح وتقسم وتضرب. طم طلع النمبر اوف يونيتس والنمبر اوف ديفيكتس والديفكتس اوبرتيونيتي عن طريق الجدول ده بتصمم جدول زي دوت. وبتاخد النمبر اوف يونيتس عندك وليكن مينموم ستة وحدات او ستة سامبلز والمكسمم اا نمبر اوف يونيتس وليكن تلاتين او تلاتين سامبلز. وبتحط المراحل بتاعة البروسيس او مجال العمل اللي انت بتقوم بيه وتعمل الجدول ده. طبعا الجدول ده بعد ما بتصممه بتشوف عدد العيوب لكل مرحلة. وبتشوف في الاخر التوتال ديفيكتس. وليكن طلع هنا مثلا في الكيس سطادي دي بخمستاشر. يبقى انا خد النمبر اوف يونيتس بستة ايه الديفيكتس بير اوبروتيونيتي حداشر. النمبر اوف ديفيكتس خمستاشر. وهم دول التلات مجاهيل اللي انا محتاجهم فهو. طب الواحد ونص دي سيجما شفت. حاجة سابقة. بنحطها. هي واحد ونص. يعني ما حدش بيغيرها او بيلعب فيها. واحد ونص. اي عملية. لاي سواء كانت العملية دي. سيرفيس او برودكت. وبتحط التلات مجاهيل فوق بيطلع لك السيجما ليبل في النهاية. اتنين بوينت اتنين. حد ليه سؤال بالنسبة للجدول دوت. اللي عايز يسأل يتفضل. عشان انا عايز اتأكد اللي كل الناس معايا النهاردة تقدر تحسب السيجما ليبل في مجال عملها. ده اول حاجة. ده اول حاجة في قرص السيج سيجما. اللي انت تحسب انت فين في مجال عملك. انت فين في المنشأة عندك. طبعا هتقول لي طب يا باش مهندس انا شغال في الحسابات. هتحسب عندك في الحسابات. واحد تاني هيحسب في الانتاج. واحد تاني هيحسب في وواحد تاني هيحسب في المخازن. بتجمع السيجما ليبل في كل قسم. انت طبعا اول لما بتخوش مكان العمل بتكاري التيم. زي ما اتكلمت المرة اللي فاتل. بتاخد من كل قسم فرد. من حسابات فرد من الفيراة. من التاج فرد. من المالية فرد وبتجمع وبتيحسب السيجما في كل قسم. انت بتعلمه يحسب السيجما في الحسابات. الراجل اللي شغال في الحسابات. الراجل اللي شغال في الجودة. الراجل اللي شغال في و Bella وهي دي البروستس بدأت المنشأة كاملة. وبتعمل للا良 من خلال في خلال الاقسام كلها. وبتيحسمه على عدد الاقسام. بيديك السيجما في المنشاعة كلها. اللي عايز يسأل يسأل. اتفضل. حدي لي سؤال? اه بشمان لسهما معلش عفا عني سؤال. اتفضلي حضرتك. نتعرف بيكي? انا اسماء الشيخ. اهلا وسهلا. اتفضلي. اهلا دلوقتي يا حضرتك كنت يعني هو سؤال متفرع من سؤال تاني. دلوقتي حضرتك قلت ان مسلا في الاكزامبل اللي حضرتك عامله دلوقتي ان مسلا عدد اليونت ستة. والمفروض ان الدفاكت فيهم خمستاشر. فمش المفروض ان الستة دول دول مسلا هنقول ان ده خط انتاج بيطلع ست وحدات. فازاي منهم خمستاشر? اه. لأ. خط الانتاج عندك اللي هي الفرص. اللي هي الريسيف رو ماتيريال والبريبيريشن والاسيمبيلي. ده البروسيس في لوت شارت بتاعك. يعني لما اجي ارسم البروسيس في لوت شارت بتاعك. اول خطوة عندك وصول الخامة. ريسيف رو ماتيريال. طب. الخطة اللي بعدها البيبيريشن. ده البروسيس. انما ايه الوحدات دي? بتاعت ايه? دي عينات. يعني انا عندي في الريسيف رو ماتيريال. عندي مسلا موصل عشرين الف وحدة. انا باخد من العشرين الف دول ستة. عينات. في الريسيف رو ماتيريال. طب في البيبيريشن. باخد منها عينات. او وحدات. فهمتي قصد ايه? يعني النبر اوفيونة سحاجة والبروسيس في لوت شارت حاجة تانية. اه طب تمام طيب في مجال مسلا خدمي? زي بنقدم خدمة زي الشحنة. انت شغالة في مجال ايه? شغالة في مجال ايه? في اللوجستيك? اه. في شحن. في حضرتك. انت هتاخدي مسلا في البروسيس في لوت شارت عندك كم مشروعة? هيتشيحن. انا بيجيلي. شغالة مشروعة. انا عندي مسلا تلات تلاف شحنة كل يوم بيجيلي. مسلا بيبقى عندي فيهم مشكلة في النموة بيتوصلوا. هتاخدي منهم ستة. هتاخدي منهم من التلات تلاف شحنة دول. هما النمبر اوفيونة. فيهمتي كده انت اكيد. اه. اه يعني باخد بس يعني كزء منهم. ايه يعني التلات تلاف شحنة دول حضرتك هتاخدي منهم من يوم ستة ماكسمام تلاتين. ممتاز. تمام. وتحددي بقى العمليات اللي انت بتقومي بيها. اول عملية بتقومي بيها عندك في شغلك بقى. ايه? اه بنستلم وبعد كده بنوزع وبعد كده يعني اللي هم هيبقوا اربعة مراحل. كم مرحلة? اربعة. اربعة. هتقومي كتبه حضرتك اللي اربع مراحل. في وتحطي من التلات تلاف شحنة. اللي انت بتستخدميهم ستة ميليوم ماكسمام تلاتين. وتحسيمي. تمام ممتاز. شكرا جدا لحضرتك. لا. اللي عايز يسأل. طب عشان شو سامع يعني انا يعني في المفس المجال بتاع حضرتك موضوع الويلدن. ونفس يعني نفس البروس. بسم له شارتي كده. بس اه لو انا مسلا بنشتغل في البروسطراكشن. يعني مسلا بنصنع حوالي اتناشر تاني. حضرتك عندك في الموقع. اه انت شغل في الصناعات الحديدية. طبعا الموقع بتاعك بيبقى فيه حديد. في المشروع. كم واحدة. يعني احنا يعني بنصنع حوالي اتناشر تانك بيجيبها الروماتيريال كصاق يعني. حلوة. الاثناشر تانك دول اه بتاعتهم طبعا بيجيلك له يعني بيجيلك التانك ده ما بيجيلكش حتة واحدة. ولا بيجيلك حتة واحدة. لا احنا بنجينا البلايس. بيجيلك سيجمانت. اه. بالزادة الله ينار عليك. بيجيلك سيجمانت وانت بتعمل سايت ويلد عندك. صح? اه. بتحسب اليونتس على السيجمانت اللي جايالك. يعني الاثناشر تانك دول. مكونين من كم اه يونتس. او من كم سيجمانت. كل تانك في كم حتة مجيئة. اه على حسب عدد الكورسات بتاعته وبن. بس هتاخد النمبر اه زبط. هتاخد النمبر اوف يونتس عندك مينمام ستة. والماكسيمام تلاتين. طبعا هتلاقي انت العدد بتاعك ان اتناشر تانك دول هيعدوا المية حتة. اكيد يعني. بالزبط. يعني انا بختار. هتختار انت من المية ستة. مينمام او تلاتين. هتباعهم تلاتين. واتباعهم بقى من خلال المراحل بقى. تمام. اللي هي مكتوبة في دفكت سبير اوبروتيونيس. تمام جدا. عدي بسوأل تاني? العافو يا حبيب العافو. اه. اضاحة بس كده الحاجة كنت بحاولها عشانه يعني. ممكن حضرتك لتعرف بيك وتعالي الصوت شوية. اه رفيق مراد. بالنسبة. اهلا بيك. بالنسبة لل دي في او. يعني انا بصصت الجدول بمنظور تاني. ان هو انا عندي ستة سامبلز. وعندي احداشر اه دفاكت اوكورتونيتيز. يعني انا عندي ستة وستين احتمال لخطأ. منهم خمستاشر اللي طلعوا في الجدول ده. ماشي. يعني انا النسبة بتاعتي اللي هي خمستاشر على ستة وستين. بس بقى مش ستة وستين. لان ان انت ما تعرفش عدد العيوب اللي عندك ايه. فما تقدرش تحددها ستة وستين. بس الماكسيمام صح زي انت ما قلت حضرتك. ان افتراض او احتمال عدد العيوب هيبقى ستة وستين. افتراض. تمام. احنا بنفترض. بس مش اقوى بس مش اقوى ستة وستين. احنا بنفترض. ما ده الماكسيمام بتاعي. عندي الماكسيمام. عندي الماكسيمام بتاعي. الماكسيمام بتاعي. بل دي بيو ده 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 ازوحة الخمستاشر على ستة وستين مظبوط كده؟ بالزبط لو انت هتحولها القوانين انا بحاول اترجم القانون لحاجة تبقى فيزيكا لابقى فيزيكا بص يعني ايه انا انا مش عايزك تتوه نفسك انت شغل في مجال ايه يعني انا مش عايزك تدخل دي في القوانين لا بص القوانين حاجة والجدول حاجة يعني انت يعني السيك سيجما واحد واحد سوي اتنين اه انت لا هتترجمها لتلات علاقات وتستخدم فيهم القوانين لا ايه ما تستخدم الطريقة السهلة بتاع الجدول دوت وتستخدم الكالكوليتورشيد هي السيك سيجما مش عملية تعقيدية هي احنا بنحاول نطوع ايه عملية تطوير وامبروف يعني ايه بتعمل تحسين فما تدخلش ده في ده استخدم الحاجة اللي هي اقرب طريقة هتستفيد انت بها في شغلك يعني القوانين هتنفعك وانت تقدر تحفظ خلاص مش هتقدر تحفظ والكالكوليتورشيد على الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعك وتطلقه وتعمل الجدول اللي هو ما ياخدش عشر ده ايه دوت خلاص يعني بس ما تعملش دمج ما بين الاتنين يعني تمام انما كده انا برضو قربت من الصورة برضو من ناحية تانية ان هي الاجمالي الاحتمالات ستة وستين وعندي خمساشر اجمال الاحتمالات صح رافع عليك اجمال الاحتمالات فعلا هيبقى بالنسبة للكيس ستادي اللي احنا بنشرحها هنا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دي اه دي بيوه. تمام. الله ينور. شكرا الله. حد لي سؤال تاني في حساب السجما ليفل. انا متهيق لي كده كل واحد فيكو. هيعرف يحسب السجما ليفل في مكان عمله. ومطلوب من حضراتكو بقى من من بكرة يعني لغاية الخميس اللي جاي ان شاء الله. حساب السجما ليفل في مكان العمل. ويبقى اتعجروه عشان اقدر اصحح واقدر اقيم السجما ليفل في منشأة كل واحد. تمام? الشهادة طبعا زي ما قال لكم المهندس احمد حسام هتبقى مرتبطة بالهمورك ده انا مش هطلب اللي هو الحساب السجما ليفل في مكان عملك. باي طريقة بقى? عايز تحسبها بتريط القوانين لك مطلق الحرية. عايز تحسبها لي بالكالكوليتور شيت لك مطلق الحرية المهم كل واحد يبتدي يشتغل السجما في مكان عمله ويدعت لي عالجروب عشان اقدر اقيم الهمورك بتاعك. وهيبقى بطلوب منكم ان شاء الله في القرص ده حكتيه. اللي هو الكزة الهومورك بتاع الكيس تاديل بتاع السيجما ليفل. وبعد المحاضرة التالتة ان شاء الله بعد ما نخلص. المهندس احمد حسام هيديكم امتحان سهلي كده حوالي خمستاشر سؤال. اختياري. سهل جدا. يعني اي حد حضر معي طبعا هيجوبه. هيبقى انا عايز عشان خطر الواحد يعدي. هتقامل لي خمسة وستين في المية منه. خمسة وستين في المية من الخمستاشر سؤال. يعني حوالي عشرة او حداشر سؤالي بصح. وهيبقى سهل اويا. وبالعرض. بس انا مش طالب حاجة تانية. وحضورك تمام. كلهم تلات محاضرات. المحاضرة الجاية ان شاء الله اخر محاضرة هنخلص. هتعمل لي الاسبوع دوت في السيجما ليفل. اه بعد المحاضرة التالتة المهندس احمد حسام هيشاهد لكم الامتحان الخمستاشر السؤال. بعد ما هتبعتوا الحل بتاع الخمستاشر السؤال على المهندس احمد حسام هو مع الحل. وهيقيم هيحل يعني هيشوب اتحل بتاعكم. ونخلالها نطلع الشهادات ان شاء الله. طيب. نبتدي مقناة نبتدي نكمل القرص بتاعنا. استراتيجية السيجسيجما بتعتمد على منهجية بنائية بتضم الادوات الاحصائية. طبعا الادوات الاحصائية ان شاء الله هناخدها المحاضرة الجاية اللي هي السيفن كيو سي تونز. والخرائط التوضيحية ليتم توظيفها بشكل متكامل لتحسين مستوى جودة العمليات والمنتجات. طيب. السيجسيجما بتعمل على قياس التشتت الاحصائي. وتحدد اجزاء العملية اللي بتحتاجها الى تحسين. اللي بتحتاج لتحسين. اي عملية احنا بنقوم بيها. طبعا انتو حضراتكم دلوقتي بقيتو اساتزة. وعارفين تقدروا تعملوا البروسيس في لو شارت بالنسبة لمجال عمل. اول عملية بتقوم بيها العملية اللي يليها العملية اللي هي لغاية الانت بروسيس. طب عشان اعمل عملية تحسين للعملية دي او البروسيس في لو شرط ده. بنعمل ايه? الخطوات اللي جاية دي. اول حاجة قياس المدخلات والفاعلية والمخرجات. اتنين ربط ذلك طبعا اشوف العميل عايز هي وانفزه مع متطلبات العميل. تلاتة تحديد اماكن التحسين. هبص. ممكن يعني لو اي حد قده النوت بوك اللي انا قلتلكو عليه ممكن تكتبوا المعلومة دي شن مش موجودة في البوربورد. اول حاجة بنعمل البروسيس في لو شرط. كل واحد في مجال عمله هيعمل لي البروسيس في لو شرط. اول عملية عندي في البروسيس ايه? التانية ايه? التالتة ايه? الربعة ايه? الخمسة ايه? الستسة ايه? غاية اخر عملية. ان شاء الله يبقوا تلاتين ملوك. وده بيسلم ده وده بيسلم ده. تمام? طيب. انت بتجي تحسب او بتجي تشوف انت هتحسن فين? فتجي تقيس عمليات التحسين اللي احنا هنقوم بيها في سيفن كيو سي تولز ان شاء الله المحاضرة الجاية من خلال البروسيس في لو شرط كلها. فلازم تعمل تحديد اماكن التحسين. انا هحسن فين? في اول عملية ولا العملية التانية ولا العملية التالتة? عن طريق طبعا ايه? العيوب اللي بتظهر. مش انت دلوقتي حسبت السيجما ليفل? وانت بتشوف السيجما ليفل بتاعتك فين? طب كل مرحلة ايه عملناها في الجدول? بيبان فيها عيوب. طب عدد العيوب دي كتير في المرحلة دي. يبقى لازم هنا في تحسين. هشوف العيوب دي واقللها واعمل لها الكلام ده كل. طيب. افتبوا المعلومة دي عندكش المهمة. اربعة. اعادة المقارنة المرجعية. محاضرة اللي فاتت خدنا المقارنة المرجعية. البنش مارك. وبنعرف بنعمل المقارنة المرجعية ازاي? واعرفنا اللي احنا بنعمل مقارنة مرجعية مع الافضل لينا في المجال. انا شغل في مجال في شركة. ببص على اللي احسن مني او اللي زيه عشان انا بقى زيه. هو بيقدم اربعة سجما. وانا بقدم تلاتة سجما. فانا بعمل عمليات تحسين في البروزس في شرط بتاعتي عشان ابقى زيه اربعة سجما. ونفسه في المجال. يبقى لازم اعمل بنش ماركينج مع مين? مع الافضل في المجال. دي الخطوة الرابعة. الخطوة الخامسة. منظور والتزام فلسافي للعميل بتقديم منتجات باعلى جودة واقل تكلفة. يعني انا دلوقتي بيبقى عندي تارجت معين. اللي انا اعمل اعلى جودة واقل تكلفة. بناء على ايه? العميل? السؤال اللي سألوا لي المهندس المحاضرة اللي فاتت مش فاكر اسمه. طب يا هندسة لو احنا عندنا مثلا الاي تي بي او المواصفة قليلة. هل انا اطبق سجما عالية? طبعا لا. طبعا لا. انا بشوفي العميل عايز ايه? وبشتغل عليه. العميل بفع فلوس على المواصفة اللي هو عايز يطبقها. سواء ان كانت المواصفة دي سيرفيس او برودكت او كونستراكشن او ايا كان نوع العملية. وعايز يعملها بتولرانسة عالية. وايه? جودة عالية انا لازم اطبق فيها سجما عالية. طب العميل مش طالب دوت والفلوس بتاعته يعني هو دافعها عايز منتج او عايز خدمه خلاص. طب انا اطبق له لدرجة سجما عالية. اخسر ليه شركتي او انا بشوفي العميل عايز ايه? وبشتغل عليه. عشان كده الخطوة الخمسة دي بنقول عليها ايه? منظور احتزام فلسفي للعميل. انا بشوفي العميل هو محتاج مني ايه? عشان اقدم له منتج باعلى جودة واقل تكلفة. طيب. ستة مقارنة مرجعية للمنتجات والعمليات مع الافضل في المجال. اللي هي اعادة المقارنة المرجعية او زي نفس الكلام اللي هو احنا اشرحنا. بعمل مقارنة مرجعية للمنتج والعملية مع الافضل في المجال. اخر حاجة تطبيق للادوات الاحصائية وهي اساليب الجودة لقياس وتحليل وتحسين ومرأبة العمليات والخدمات المختلفة اللي احنا هناخدها في سيفن كيو سي تولز اللي هي الادوات الاحصائية واساليب الجودة اللي احنا ان شاء الله هنقولها المحاضرة الجودة. طيب. طبعا السؤال ده انا اتسألته اه اتبعت لي من المهندس احمد حسام بعت لي قال لي في حد بيسأل على الاحزامة. وايه الفرق ما بين الحزام مبيض والاصفر والاختر والسويد وكلام ده. فهنشرح دلوقتي السيكس سيجما بيلت او احزمة السيكس سيجما. بنقول ينطب مجميع العمل تطبيق منهجية السيكس سيجما في مشاريع تحسين العمليات. انا لما باجي بخش على منشأة لازم اهل افراد اللي انا باخد بكارية تيم باخد من كل قسم فرد وابقى اهلهم وبديهم حزام. يعني انتم كده هنرقوا بعد نهاية القرص دوت ان شاء الله من بعد الاسبوع الجاي كلكم مؤهلين خلاص. كلكم بقى عندكم الاحزمة البيضة. اللي هيعرف يحسب السيجما ليبل. واللي فهم السيفن كيو سي تولز. واللي فهم الاستراتيجية بتاعت السيكس سيجما. واللي فهم ازاي الفرق ما بين السيجما فاليو والسيجما ليبل. خلاص. انتم كلكم. وطبعا لما نخش في منهجية الليل. وناخد التمن هوادر. ونقدر نقلل التمن هوادر ازاي. كلكم هتبقوا مؤهلين ويت بيلت. خلاص. هتقدر تخش المنشأة بتاعتك. بالحزام اللي انت درسته معايا. والطبق اللي انت درسته. ده وات عندك في المؤسسة. من خلال حساب السيجما ليبل. من خلال رسم البروسيس في نوت شارت بتاعتك. وازاي اعمل لها عيوب. وبعد كده اعمل في المكان. وبعد كده اخش اطبق السيفن كيو سي تولز. اللي احنا ان شاء الله هناخدها الاسبوع الجانب. واطبق منهجية الليل. عن طريق تقليل التمن هوادر. اللي احنا ان شاء الله برضو هناخدهم الاسبوع الجاي. خدت بالك. فانا بأهلك كده انا دلوقتي كده اهلتك وايت بيلت. طيب. بعد ما بأهلك وايت بيلت بيبقى في حزام تانية. ومستويات. طب ايه الفرق ما بين وايت واليالو والجرين والبلاك والكلام ده والمصدر والكلام دوت. الفرق. في عدد العمليات والاساليب الاحصائية الموجودة في كل حزام. يعني انت الويت بيلت. مثلا. عندك بتدرس السيجما ليفل والتمن عيوب. وحاجة بسيطة من السيبين كيو سي تولز. طب الحزام لا اصفر. في عمليات احصائية اكتر. بتدرس الحاجات دي مع عمليات تانية. وهكذا وهكذا وهكذا. ده اللي كان بيسأل المحضرة اللي فاتت. ايه الفرق ما بين اليالو الوايت واليالو والجرين. الفرق في العمليات والاساليب الاحصائية المدروسة في كل حزام. طبعا الوايت بما اسهل. يا ليه اليالو يا ليه جرين. طبعا عندك اخر حاجة البلاك. طبعا ده يعني. بيبقى هاي ليفل يعني. طيب. نشرح ما جميع العمل ديت ونشوف ايه اللي بيحصل. وبيطلق على كل مستوى او حزام ايه. طيب. الحزام الابيض اللي حضرقكم درستو معاي. الوايت بيلد. يشير الى الفرق. الذي لديه محتوى معرفي معين. وصلاحية معينة. في تطبيق الستة سيجمال. وهو مستوى المبتدئين. وفيه يسمح لأي شخص بالعمل. بالانضمام اليه. حتى ولم يسبق له اي خبرة مهنية في طريق. يعني حضرقكم ما كانش عندكم اي خبرة قبل كده في الحزام الابيض. فدرست معايا التلات محاضرات دول وفهمت وبتاع خلاص بقى اعلق خبرة في المنهجين. والتطبيق بتاعه. وترق التطبيق بتاعه. طيب. الحزام الاصفر اللي هو الينوبيلت. الذي يشير الى الفرد ذو المستوى المعرفي. والصلاحية. الذي هو اعلى من الحزام الابيض. وهو مستوى خاص بالاظخاص. اللي بتقتلخ خبرة ممتقية في التعامل مع الدماء. طبعا انت. بعد مدرست الحزام الابيض. وفهمت. مختتفات كده عن. الاسيجماليافل والسيجمالياو والسيجمالياو والس STATOWLS واليستراتيجي والكلام دول. بدي Days بقى تطبق في الحزام لا صفر الدماج اللي هي اللي احنا درسناها برضو المحاضرة اللي فاتت اللي هو فكركم بيها الديفايل والميجر والانالايز والامبروف والكنترول ومن خلال الدماج هي دي عملية التحسين لاي عملية سواء كانت سيرفيس او برودكت وتستطيع العمل وفقا لمناجئة السيكسيجما المختلفة. الحزام لا صفر بيبتدي يشتغل على الدماج. طيب. الحزام الاخضر الجريم بيلت وهو اعلى من الحزام الاصفر وهم الموظفون الذين يتحملون مسئولية. يبتدي بعد ما بتدرس الحزام الاصفر يبتدي بعد الحزام الاخضر ده اللي هي بقى ايه الموظف بعد ما درس الحزام الاخضر يبتدي ده بقى مسئول. عند تنفيذ معايير السيكسيجما بجانب مسئولياته الوظيفية. يعني انا شغال في مصدق شغال في بنك شغال في مستشفى شغال في لوجستيك شغال في اي مخازن ابتدي اطبق بقى ايه اللي انا درسته بجانب وظيفته. وهم بيعملون بتوجيه من الاحزمة السونة. يعني الراجل البلاك بيلت هو اللي بيشغل الحزام الاصفر والحزام الاخضر. طيب. الحزام الاسود اللي هو البلاك بيلت. وهو ايضا اعلى من الحزام الاخضر يعد صاحب الحزام الاسود قلب وروح مشروع السيكسيج. يعني يعتبر اللي معاة الحزام الاسود. المؤهل اشتغل ديه. هو قلب ومشروع السيكسيجما. وهو شخص متفرغ تماما. يعني هي دي شغلته. هي دي شغلته. لمعالجة المشاكل وتحقيق النتائج وصاحب خبرة ولديه القدرة على ادارة البرامج والمشاريع والاشراف على افراد الاحزمة الخضراء والاحزمة الصفراء والاحزمة البيضاء وتدريبه. يعني الراجل اللي بيعتبر معاة البلاك بيلت هو ده يعتبر كل حاجة في منهجية السيكسيجما وهو اللي بيدرب افراد الاحزمة الخضراء والصفراء والبيضاء وبيأهلهم للاحزمة وبيفاهمهم الوضع ايه لكل حزام. وبتمثل مهام الحزام الاسود فيه. اختيار اعضاء فريق العمل الذي يرؤوسه. طبعا هو اللي بيكرية التيم. الراجل بتاع البلاك بيلت اللي حاصل على البلاك بيلت هو اللي بيكرية التيم. قيادة وتوجيه فريق العمل. ارسال التقارير الى المسؤولين. تحديد الصعوبات المحتملة لانهاء المشروع والتأكد من صدق النتائج. الاشراف على اصحاب الاحزمة الخضراء والصفراء والبيضاء وتبريبهم. تقديم الخبرة لاعضاء فريقه في مجال التحليل الاحصائي. مساعدة اعضاء فريقه في استخدام ادوات سيك سيجما. اعداد توسيق للاجراءات والعمليات في نهاية المشروع. هي دي المهام لصاحب البلاك بيلت. طيب. اخر حاجة عندنا اللي هو المستر بلاك بيلت. هو مستوى عالي من الخبرة. وفيه يكون الشخص قد عمل على الاقل عشرة مشاريع. وخبرته المهنية لا تقلع عن خمسة سنوات. يعني الراجل اللي حاصل على البلاك بيلت. لو اشتغل عشرة مشاريع تحسين. وخبرته وصلت لخمس سنين. خلاص خد المسطر بيبعث ميل للجهة المنيحة. ليه اللي حصل على اللي حصل منها الجهة الدولية اللي حصل منها على البلاك بيلت. زي الامريكان سوسايتي فور كوالاتي اللي هي الاسكيو. او الانترناشونال كوالاتي فيدريشن اللي هو الاي كيو اف. بيبعث ميل او انا قضيت عشرة مشاريع وعشرة مشاريع همت. المشاريع هده المشروع الاول التاني التالت الرابع. العشرة مشاريع دول طبعا بيتقدموا في خلال خمسة سنوات. من خلال حصوله على البلاك بيلت. وايه الجهة المنيحة بتآهله بالمصدر على طول. وهو ده السلم التدريجي للأحزمة اللي عندي الويت بيلت والييلو بيلت والجريم بيلت والبلاك بيلت. طيب مبادئ السيك سيجما عندي ثمن مبادئ هندرسهم مع بعض. اول مبدأ عندي اللي هو التركيز على العملاء. ويتزع مفهوم العلماء هنا ليشمل المستثمرين والموظفين والمستفدين من السلعة والمجتمع ككل. العملاء مش اللي هم الخارجين بس لا ده الموظفين والمستفدين من السلعة واي شخص مستفاد من البرودكت او السيرفيس اللي انت بتقدمه. فلازم اركز معي. لازم اول مبدأ عندي اركز مع العملاء. والعملاء هنا متصنفين الى مستثمرين وموظفين ومستفدين من السلعة والمجتمع ككل. طيب اتنين اتخاذ القرارات على اساس الحقيق والبيانات الدقيقة. يعني ايه الكلام ده? يعني انا ما فيش حاجة اسمها عشوائي. انا بافترض. لا السيك سيجما ما فيهاش كده. السيك سيجما ما فيهاش. انا بافترض. لا. ده انا فيه اداء احصائية بحطها. وايه? قانون بحطه. وسيجما ليفل بحسابها. وايه? خريطة بحطها. بتديني. ريزلت بشتغل على الريزلت دي. وتستخدم سيجما ادوات احصائية منها المدرجات التكررية. هندرسها المحاضرة الجاية. وخريطة باريتو. والخريطة الانسابية. والسلسل الزملية. والحاجات دي كلها ايه? بتدريس في منهجية سيك سيجما. تلاتة. التركيز على العمليات والانشطة الداخلية. والمقصود بالعمليات هو كل نشاط تقوم به المنشأة مهما كان حجمه. اربعة. الادارة الفعالة المبنية على التخطيط المسبق. حيث تعمل الستة سيجما على تحويل ادارة رد الفعل الى ادارة معالجة المشكلات قبل وقوعها. مفيش حاجة اسمها هنشتغل على رد الفعل. لأ. ده انا بحاول عالج المشكلة قبل ما تحصل. ازاي? اللي انا بعمل حاجة اسمها. ده بيتدرس في اليلو. نجيب اللي هو التحليل. التحليل سبب الجزري للمشكلة. طبعا عن طريق ايه? عمليات برضو احصائية. زي الفيش بون دياجرام والفايف وايز. والكمبوزت استراكشر. حاجات كده كلها عمليات احصائية. واسالين بتتدرس. بنقدر نحسب بيها. عشان نقدر نحل المشكلة قبل ما تحصل. خمسة. التعاون غير المحدود بين مسئولي المنشأة الواحدة. في سبيل تحقيق الاهداف المنشودة والاعتمال على العمل الجماعي التعاوني والبعد عن المنافسة. انا لازم اعمل تيم وورك يعني ما ينفعش اشتغل لوحدي. فلازم اشتغل في عمل جماعي ولازم يكون في تيم وورك ولازم اكاري التيم اشتغل ويساعدني عشان اقدر اعمل للمصنع او المكان اللي انا شغال فيه. ما ينفعش انت كده سوبرمان وهتنزل انا اعمل لكم تحسين. انا هطبق الدماغ. انا هاهل الناس ديت وحسنها وزبط العملية. لا طبعا الكلام ده غلط. انت لازم بتكاري التيم من المكان. بتعمل البروجيكت شرطر مع توب مانيشمنت وبتقعد مع الاول. وهو بيساعدك وبيديك للتطبيق بنهجية الدماغ. ستة التحسين المستمر باستخدام ادوات علمية. طبعا التحسين مستمر زي ما نقول ايه? لا ده انا بستخدم العمليات الاحصائية وقاعدة باريته مثلا احنا ندرسها ان شاء الله الاسبوع الجاي. وبحسن العملية مع التركيز على الاولوية والمبادرة الاقل عددا والاكسر حيوية. اللي هي اللي احنا بنسميها قاعدة باريتو. اللي هي الفايتال فيو. طبعا ده هندرسه ان شاء الله الاسبوع الجاي في قاعدة باريتو. اللي هي بتاعت الاولويات. معظم الناس عارفاها. سبعة المشاركة الكاملة. حيث تؤكد الستة سجما على مشاركة كل فرد في العمل الجماعي. كما تؤكد على اهمية الاتصالات المركزية. اخر حاجة عندنا الوقاية بدلا من التفتيش. الذي يستنفذ الطاقات البشرية والمالية. اه طبعا انا ما ينفعش اه بعد ما المشكلة تظهر انا افتش عليها. لا. انا بعمل وقاية وزي ما بيقولوا الوقاية خير من. يبقى كده ايه? طبعا السيفن كيو سي دينوز هناخدها ان شاء الله المحاضرة الجاية. يبقى كده هي دي التمن مبادئ اللي عندي فيه منهجية سيك سيجما. اه في اي حد عنده سؤال? مهاندس احمد حسان مع انا? اللي عايز يسأل المهاردة. مهاردة. مهاندس اه استاذ احمد محمد تفضل. سبحان الله بركاته تفضل. اه انا كان عندي سؤالين. اه اه احنا ليه اخترنا الرقم الاقل? ليه ما اخترناش كان فيه رقم خمسة وتلاتين? ليه اخترنا الاتين وتلاتين? عشان انت عندك تلاتة وتلاتين. ايه اقرب للتلاتة وتلاتين الف تلتمائة وتلاتين? الاتنين وتلاتين ولا الخمسة وتلاتين? الاتنين وتلاتين يعني احنا مش مش بنختار على. بشان كده اخترت اهو. هرجع لك تاني هرجع لك تاني. انت بتاخد الاقرب? اقرب حاجة. هرجع لك تاني للجدول. ركز ما كده معي عندسة. فاكر طبعا الرقم اللي طلع لنا من الحساب بتاع معمل المختبر. كان تلاتة وتلاتين الف صح? طبعا التلاتة وتلاتين الف اقربناها ايه? انا واقف عليها بالمعوس اهو. فيم? طبعا. الاتنين وتلاتين اقرب للتلاتة وتلاتين? ولا اختار الخمسة وتلاتين? اتنين وتلاتين. طبعا اتنين وتلاتين? طبعا. طاني حاجة بالنسبة. الشؤال التاني? بالنسبة للاستامبول اللي هي اللي حضرتك قلت ان المنمم بتاعها بيكون ستة والمكس ما من تلاتين. لو انا عندي مسلا عمليات اكثر. النمبر او او سامبلز. تمام. ما لها? لو انا عندي السامبلز اكتر من تلاتين انا مت معمولهم في جدولين? ولا ينفع عدد. لا 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 ده هو جدول. ده هو جدول. يعني انت عندك انت اصلا انت عندك الف وحدة. او الف عينة. تمام. زي مش مهندسة اللي قالت انا عندي تلات تلاف شحنة. في اللوجيستيك. هل هي هتاخد التلات تلاف شحنة? على جدولين? ولا هتختار منهم ستة? مينمم. وماكسيمم تلاتين. كده انت فهمت قصدي? تمام. يعني انت لو عندك مليون عينة. مليون عينة. هتختار من المليون عينة ايه? انت من ستة لتلاتين. من ستة لتلاتين. ما تزودش عن كده. يعني اقل لحاجة ستة? ازيت حاجة تلاتين. ده من مليون. ما تعملش للمليون جدولين. ما تعملش للتلات تلاف شحنة جدولين. لا ده انت بتاخد حاجة اسمها تقييم مبدأي. يعني انت تعمل تقييم مبدأي. مش هاخد انا بقى للمليون عينة او المليون منتج او المليون قطعة او او اخدهم كلهم. لا طبعا. حد عنده سؤال تاني? شكرا. العاف. سيدس محمد اللي عايز يسأل? سيدس محمد ابو طالب تفضل? سيدس محمد اتفضل. سيدس محمد حضرتك اونلاين افتح المايك واسأل. حلوك كده انا سيدس محمد. ما تمام. ساعة معك? انا مساعة. اه. انا از اذكر اولا حددك على المقادر النهاردة بصراحة صفات رينا كسية جدا بأمانة. من المقادرات الليلة اننا حدد فعل الحدث السيج سيجما والصفات رينا بصراحة. اه ده اول. والله يخليه. مش فعل. انا في كزا سيصور بس اصد انا مهندس بيكانيكا التاج شغال التاج شرفة التاج بتخطيها الالوموليوم. احنا سوارت كزا حاجة. في عندنا جزء الباب والشباك وفيه جزء اللي هو بنسميه الكرتل او الواجهات والزجاج والزجاج والكرتل والحاجات زي كتا. ده لي بروسس وده لي بروسس وده لي عمليات وده لي فلود شارت وده لي فلود شارت وده لي عمليات. انت اصدق الموتج عندك متنوع. سؤال جميل اوي 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 اوي. زي عندنا مثلا. انا نفس الحالة عندك. انا شغال في مصنع صناعات حديدية. تمام. عن المنتج مدوع. عندي ستيل ستراكشور. عندي بليتورج. عندي اعمدة انارة. خدت بالك. تمام. طب انت هتعمل ايه بقى في الموضوع دوت? انا بقى انت بقى شغال في ايه حدوية من الثلاثة. انا اعتبر مسؤول بتابع الثلاثة. بل ان هو الموضوع. انت بتابع الثلاثة? اه. مسؤول عندي. السؤال ده جميل جدا جدا جدا. اقول لك انا هتعمل ايه بقى? انا السؤال ده وتتسألته من سنتين. اه لواحد شغال برضو نفس المجال بتاعك المكان بتاعه العمليات اللي فيه متنوعة. يعني ما بيعملش زيت. ما بيعملش سمت. ما بيعملش منتج نمطي. منتج واحد. لا. ده بيعمل عديد من المنتجات المختلفة. هتحسب زي ما انت جاوبت. انت جاوبت وقلت ايه? هتحسب السجما ليه في اللي ايه? الله ينعر عليك. هتيجي الباب والشباك. مش هو دي عملية من ضمن العمليات اللي في الاليمونيوم? اه. طيب هتحسب السجما ليفل? المنتج الباب والشباك. عندك كم مرحلة في الباب والشباك? يعني مثلا الملشات وفيه التجميع. وفيه تركيب الازاز وفيه التجنيف. بعد كده الشحر اللي هو تحميله على العربية. هتحبت البروزيس في لوت شرط بتاعتك. وتحط المراحل زي ما حطناها في الجدول اللي هي علمين. اه على الشمال اسف. وتحط النمبر اوف يونيتس. وليكن ستة. ستة وحدات من الباب والشباك او تلاتين وحدة من الباب والشباك. او. وتحسب البروزيس. اه تحسب اسف السجما ليفل عندك في الباب والشباك. ده البروزيكت الاولاني. البروزيكت التاني. وهي حاجبت السلاة. البروزيك ich oddchat وهكذا. وتحسب السجما ليفل في كل ايه. بروزيس. وتيجي تقوم جامع بقى. على شان لو عايز تجيب بقى للمكان كله. تجمع Well. السيجما ليفل بتاعت البروزيس الاولاني. plus السجما ليفل بتاعت البروزيس التاني. plus السجما ليفل بتاعت البروزيس التالتة وتعمل لهم أبرج وتقسمهم على ثلات. شوة عندك ثلاثة? او ثلاثة. تجيني للمكان كل. اه للعمليات كلها. حلو جدا. طب صحيح المعرفة. انا المفروض ان انا عندي بعد كل مرحلة في شكل الجود. هل في اعتبرها مرحلة ولا ده هل هي اللي بتقول بشكل زي انا. انت 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 مص الجدوى اللي هنا اللي انا كنت اللي كنت كاتب هنا ايه? الانسبكشن ايه? الانسبكشن دي مش مرحلة بالجمع المراحل. طبعا لازم تحطها زي ما انا ما حطيتها كده في الجدوى لا ايه? مش دي مرحلة بتاخد وقت. بتاخد وقت ولا بتاخدش وقت. بس كل مرحلة عندك بتاخد طايم في الاستلام في التصنيع في الوقت بتحطها. لازم تحط الانسبكشن طبعا دي مرحلة دي مرحلة مهمة كمان. لانت ممكن تعتل عليها. ازاي? يعني انت بعد ما بتخلص المنتج بتقف على مرحلة التفتيش. تيجي تستدعي الراجل المسؤول عن التفتيش. ممكن ما يجيش. ممكن يكون اجازة. ممكن في مشكلة اصلا عندك في المنتج. ما يتسلمش. فمرحلة التفتيش تعتبر هي مرحلة فاصلة. عندك في المنتج. لان ما يكون فيه لفكت. لان ما يكون الراجل ده انت بتستدعيه بتعمله عشان يجي يستلم وما بيجيش. لان ما هو اجازة مثلا. فاهم? فدي تعتبر مرحلة فاصيلة. تاخد وقت. فلازم تتحطي من ضمن المراحل. طب السؤال اخير معلش. يعني احنا هنا مثلا في الاااا في الاستيسمنت احنا مثلا ناخد السامبل ستة مثلا. عندنا المراحل حداشة. انا كلها الديفنس عندي خمستاشر. انا بقى سروا خمستاشر ده. على المفروض. على ستة وستين. مش احنا مثلا لو انا عندي التوتال الف. ما ليش دعب الالف. انا بقى سروا خمستاشر على ستة وستين. كل واحد بقى بيعبل الجدول على على شغل بقى? انت واخد ستة واخد حداشر واخد اتناشر واخد مية. اه. اه. حسب. الجدول اللي انا عامله ده مش هيفورنس. الجدول已经 عامله ده مش هيفورنس. دي حالة. استيتس عندي شغال بيها. انت الاستيتس عندك. مختلفة. خلاص. ده مش قانون. الجدول ده مش قانون لازم يطلع ستة او حداشر. لأ. انت عندك ستة. انت هتعمل تلاتين عينة هتعمل عشر عينة. هتعمل عشر عينات. المهم ما يقولوش عن ستة وما يزيدوش عن تلاتين. الحداشرة دول ممكن يبقوا مية. براحتك. على حسب المراحل اللي انت شغال بيا. فهمني? بس انا انا بقسم على على عدد السامن لان اخبته مش على التوتل الكمية كلها. ايه كانت الكمية ايه و ايه كانت المراحل ايه. على انا اخبته بس بعدد المراحل فقط. يعني ما بقسمش مثلا على الثلاثة. عشان ما اتضحش. انت دلوقتي بتعرف تطلع على الثلاث مجاهين دول من الجدول. اللي هو ال number of units. وال number of defects. اللي هما في الكالكوليتور شيد. عشان ما تلخفنش نفسك. انت عايز تطلع نتاك تديها للمسؤول صح. المدير بتاعك عايز تطلع له وتعمل له الريبورت دوت وتاخده كده وتقول له تفضل السيجما ليفل بتاعت المكان بتاعتي كزا. عشان ما تقعدش تدخل المعلومات في بعضيها. بتطلع دول صح من الجدول اللي هما النمبره في و النمبره في و النمبره في و الديفكتس و الديفكتس و الديفكتس ايبورت يونتي. فاهم دول؟ اه طلع ايه. هتطلعهم الجدول تحطوهم تطلع على السيجما ليفل. ولا بقى ستة وستين ولا اربعين ولا خمسين ولا الكلام ده كله. انت بابسط الحلول بتقدمها. ابسط بتقدمه. بحيس يبقى الريزلت اللي عندك مزبوط. بس. ما تدخلش بقى ايه? القوانين في الكالكوليتور في الكونفرسيشن لا. انت واحدة واحدة كده بتشوف اسهل حل ليك. انا مش اقدر احفظ قوانين. مش اقدر اطلع الجدول كل شوية من الكمبيوتر بتاعك. او اللاب. لا انا هطلع الكالكوليتور شدي على الموبايل. الكالكوليتور شدي خليبلك بتنزل على الموبايل. يعني لو حد كده انا حسابها على الموبايل بتتحسب. يعني سهل. شيء سهل. على طول. بتقوم اطلع على الموبايل وحضت النمبر اف يونتس. عسابتها. واخد سكرينشوت وباعتها الموبايل. بس. حال ما بياخدش عشر دقايق. وبتطلع على السيجما ليبل في الما. بس لازم عشان بتطلع على السيجما ليبل. بتبقى عارف بتعمل الجدول بتاع الانشيال اسيسمان. وتطلع منه التلات مجاهيل دوج. تمام ايو ايو. بس كده. انا عرفه يا حبيب. حد عنده سؤال تاني. اش حد عنده سؤال? استاذ السلوى الفطالي? سلوى محمد? السلام عليكم الدكتور. سلاة الله وبركاته. ازاك يا ان ده سعب لانيه? ان انا انا لسه خرجت جيدة ويعني فراحة ما يعني محطتش في مكان قبل كده بيطبق اا سيجنة. فصفرا علي كده بس اصحح معلوماتي مع حضرتك في الجدول اللي انت عنده? حاض. دوت? او. انا وليكن. تمام. ده ربطه في مصنع مغبوزات. فولي يكن ان احنا في مرحلة دلوقتي انا اا كيو سي يعني. شغالة ممكن حضرتك بس اتعلو الصوت شوية عشان الصوت بعيد. يعني او يعني تقرب شوية من المايك. اه كده تمام. حضرتك شغالة في مصنع مغبوزات. اخزيه يعني. اه كده تمام. كده الصوت واضح. حضرتك بتقولي شغالة في مصنع اه فوز اغزيه. صلاحة الله وبركاته. ايو انا سامعك. تفضلي. الصوت واضح يا اندسة تفضلي. بش مهندسة سلوة? انا معي. انا معي. صوت سلوة انا سمعت حضرتك. حضرتك كده سمعانا ولا لا? اقولي يا بش مهندسة. انا سمعت حضرتك مش عارف حضرتك سمعني ولا? ايو انا سامعك كده. اتسألي. ايو انا سامعك يا بش مهندسة. انا سامعك. طيب نشوف سؤال تاني. انا سمعت حضرتك كده هل تسامعني? اه كده انا سامعك اتفضلي. تمام انا اقصد لو انا دلوقتي هنا مثلا وليكن في مصنع مغبوزات او كده. فمرحلة دي خل انا بحسبها واحد او اتنين او اربعة حد ستة يعني الى اخيره. على دي اه اه التحليل اللي انا عملتها على اللي جاتي. وليكن انا بعمل تحليل مسلا رتوبة للدقيق. اه او بعمل على صلاحيات المنتجات الاخرى. فمسلا. لا دي دي اللي هي. دي المراحل اللي انت بتقومي بيها. اللي انت بتقولين اه وقت مش عينات مش وحدات. انت مسلا بتعملي كم اه مغبوزات في اليوم. التارجد بتاعكم كم اه كم خبز يعني في اليوم. لا انا بكلم حضرتك على حاجة كانت ريمينج. انا حاليا لسي خريجة لسه. ماشي. انا عارف. انا عارف. المكان ده مسلا قولي هينتج كام خبز في اليوم. وليكن الف. وليكن الف. وليكن الف. الف باكت مسلا. الف باكت. من الالف باكت. انت هتختاري مانيموم ستة. وماكسيموم تلاتين باكت. اللي انت بتقولي عليه بقى. اللي هي المراحل بتاعت الاختبار والكلام ده ده اللي هي مراحل البروزيس في لود شارت. ايو. امتي? طيب. وليكن هنا انا مسلا في مرحلة حضرتكة بريسيف رو متوريال اوكي? انا امتى اعمل اكس قدام سواء من واحد لحد ستة وامتى. حلوة اوي. حلوة اوي. قدام كل واحدة او عينة. انت دلوقتي اخترت ستة عينات. تمام. عينة اولى تانية تالتة ربعة خمسة ستة. قدامك ستة كياس فيهم مخبوزات. العينة رقم اربعة طلعت فيها مشكلة. انتم عامل عليها كرس. فيهمت يا اصدي? اه. طب العينة الاولى والتانية والتالتة والخمسة والستة. فيهم مشاكل? لا ما فيهمش. ما عملش عليهم. طب لو كلهم فيهم مشاكل اعمل كرسات عليهم. بتشوف الوضع قدامك ايه? والديفكتس اللي ظهر ايه? وبتحطيها في الجدوة. تمام. يعني انت قدامك دلوقتي مسلا ستة باكتش. فيهم خبز. كل باكتش فيها مثلا ايه? اه الخبز اللي فيها. عينة اولى عينة تانية عينة تالتة دولة اللي ايه? السامبلز بتاعتك. اه بتاعتك اللي انت شغالها عليها. او اليونتس اللي انت شغالها اللي انت اخترتيها. ها? طبقي عليها السيجماليفل. بتشوفي قدام كل عينة اللي مطلوبة. فيها دفكتس ولا قبولة? اللي فيها دفكتس هتحط عليها كروس. اللي ما فيهاش مش هتحط عليها حاجة. بس? وده يتبع برضو سواء في التحضير او في غيره. لكل مرحلة بقى للتحضير والتحليل واي مرحلة بقى من اللي انت بتستخدمين. اللي هم اللي عالشمال دول. اه. بتكتب انت كم مرحلة في الخبز. اه. ايه? اول الحاجة بتقوم بيها ايه? الاستلام. تانية حاجة. حلوة. الاستلام. بتشوف العينات. هاد المستلام. هل مرحلة الاستلام ظهرت فيها مشاكل? للست عينات? وتقوم يحطك كروس بالنسبة للمرحلة لستها. المرحلة اللي بعديها. اسمها ايه? التخزين للمستلام. اللي انا استلامت. هل في مشكلة حصلت في التخزين? للست عينات? وتقومي حطة? الكروسات. طب المرحلة اللي بعد التخزين ايه? الميكسنج بقى. اللي هو التصنيع او التجهيز. اه. التصنيع. اه. هل التصنيع حصل في الست عينات دول بالنسبة للتصنيع? مشكلة? واكزة. طميم. طميمة حضرتك كده. متشكرة جدا لزقو حضرتك. العفو. العفو. استاذة هودا فاروق فضلي. مساء الخير يا باش مهانس. مساء النور زاكي عامل ايه? حضرتك عامل ايه? الحمد لله. اولا مشكلة على المحاضرة الحلوة دي. والجد حاجة فاني خليك يعني. واسلوب حضرتك المبسط طبعا يعني مش هنتكلم فيه يعني بسم الله ما شاء الله عليك. انا بس حاب اسأل على. الله سبحانه. الله سبحانه. الله سبحانه. البروسيس سيجما ليفل كالكوليتور اللي هو الديسكريت اه دايتا. فيه كده الحتة بتاعة السيجما شيفت دي. اللي هي وان بوينت فايزة. نظامة سيجما العالمية. ونظامة سيجما العالمية اللي هي اه في اليو اس ايه. اه قالت ان فيه ثابت معينة. هتلاقي هنا مكتوب ايه? سيجما شيفت. كلمة سيجما شيفت يعني حاجة ثابتة. يعني هو زي ما تقولي ايه? ثابتة. على اللونج تيرمي داتا. وقالوا ان هي قيمتها واحد ونص. فبتبقى رقم ثابت محفوظ. يعني ما بيتلعبش فيه. هو في الاكواجن يعني هو الهدف منها ايه? لو فيه انحراف. لو الديتا بتاعتي اه على مدى طويل انا مجمحها? هي بيبقى فيها يعني هي ايه? اه على اللونج تيرمي داتا يعني ايه? يعني لو انت مسلا هتعمل استراتيجية للبروسيس ديت على خمسين سنة. طبعا زي انت ما بتقولي فيه وفيه حاجات على الوقت يعني. انت ما بتعرفيش. بالزرعة. انا بقى سيجما شيفت دي سابتة يعني. تمام. وكان فيه حاجة تانية برضو بالنسبة للبزء الوحدات. حضرتك عارف ان كل الصناعات بتعمل بير كامبين. والكامبين دوت كل ما بيصغر كل ما احنا بنقدر نعمل كنترول على الشغل بتاعنا. بس عشان انا حدد العدد الباتش نمبر اللي انا بستخدمه في الكمبين بيبقى طبعا نتيجة الدراسات طالعة من دراسة السيجما وكده. انا دلوقتي لو انا مسلا. ان انت لو انا عايز اشتغل. بتستخدمه ايش ان تجيب الكامبين. اللي بص حضرتك. بص حضرتك. الشركة عندنا هي مستخدمة فعلا. اللي هو حضرتك بتقول عليه. لكن احنا ما وصلناش لمستوى السيجس سيجما عشان برضو ايه من ايه. احنا ممكن نكون في المستوى اللي هو فايف او فايف بوينت فايف كده يعني. تمام? ما حضرتك علشان احنا ما هو حضرتك عشان احنا لما كلمت حق قبل كده. احنا العينات عندنا كتير جدا. فلما مسلا بيجي لي بلق او روماتيريال من بره من بره. انا اصلا بحس باستراتيجيات تلات شهور لان انا بستورد كله من بره من السين او من اوروبا او كده. فطبيعي حتى عندنا حضرتك لا بتبقى عدد كبير جدا بالنسبة لروماتيريال. اه بيجي اللوت او بتاع الروماتيريال احنا بنحسب بتاع السامبل الجزر جزر او مينس واحد. طبعا لنا كده قواعد وقوانين في الفارماكوبية وحاجات كده تبع صناعة الادوية. طبعا بس الجزئية بتاعت حضرتك ان انا هاختار عينة ممثلة اللي هي من ستة لتلاتين واحدة. وان انا ابدأ في اختار تلاتين عينة من المنتج اللي عندي. تمام. انا ممكن بقى في الكونكلوجيا اقول له اه خلي بالك ان انت لما تيجي تعمل قمبين ما تعملهوش مسلا بعدد اه اه تلاتين باتشاية او اربعين باتشاية. لان نسبة حدوث الهدرة ممكن هتبقى اعلى. صح كده باش مهندس? يعني ممكن ان انا يحصل اه اه مشكلة في تشغيلة. ما انت ما انفعش تقول له النوتس دي. ما انت لو ظهرت عندك في التلاتين باتشاية انت دلوقتي بتعمل تلاتين باتشاية عينة. طبعا. واخد تلاتين مسلا عينة اه باتشاية. التلاتين دول لو ظهر في كل عينة فيهم عيب منت كده كده بتحطيها. ليه بقى تقول له النوتس? ما هي كده كده بتظهر عندك عيب في الجدول في الانشيال اساسمنت. لو ظهر في الباتشاية ديت بالنسبة لكل مرحلة انت بتحط الكروس. طب ما خلاص. حاصر هادر. ما ده عيب. هو الهدر مش عيب. اه طبعا عيب. اه طبعا. بس طبعا ما ده فلوس. ما بتحطيها. اه. يبقى كده اه. لما ندرس المحاضرة الجاية ان شاء الله. لما هنيجي ندرس المحاضرة الجاية ان شاء الله التمل هوادر. هتلاقي دي فيها. يعني هتلاقي العيوب دي نوع من الهدر. فانت لما بيظهر عندك هادر. في وست عندك ظهر في باتشاية او في اتنين او في تلاتة ايا كان العدد من التلاتين عينة اللي انت واخده. لا مش هتكتبينه نوتس في اه مش هتكتبهانه نوتس. او مش هتقولينه وتقولينه اللي دي وست لأ. انت كده كده بتحطيها وردي عندك في الجدول. ظهر فيها وست لأ اذا بحطها كرس. بس. او. الموضوع سهل. تمام. متشكرة جد انا باش مهندس معلش على الاطالة. الله. وان شاء الله حدرتك ان شاء الله الا 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 السيشان الجاية. وكالعادة كده نستفيد. شكرا اللي حادرتك كل سنة وحادثتين. وانت طيبة دكتورة. انت طيبة. او استاذ محمود مجدي فرضات. اه سلام عليكم. سلامة الله وبركاته. الله يسلمني. دلوقتي انا لو في مصنع كل الخط فيه يعني انا انا يعني عندي. قدرتك ممكن تعالي صوتك بس بعد اذنك عشان اسمعك بوضوح. طيب تمام. كويس? اه كده تمام الله ينور. طيب. دلوقتي انا لو في مصنع كل اوتوميتج. انا عندي حداشر ستيب مسلا. المصنع ده يصنع ايه? المصنع ده بيصنع ايه? لبن. حال وقوي. تمام. انا داخل جاي اللي خمس موردين. خمس موردين. انا هسترين مادة خام. خمس موردين. كل مورد مسلا باتنين طن. ده رو ماتيريال. تمام. هعمل هعمل لكل واحد اه كيميكال اناليسز يعني هعمل له تحيل كيماوي كده. فانا هسترين بناء العالية. تمام. يبقى انا كده اول خطوة بالنسبالي في البروزيس هي ايه? اللي هو دخال اللبن ده. تمام كده مزبوط? حال. تمام. وبحدد الست يونت بتوعي. مسلا انا هاخد ست يونت اللي هو هاخد اكياس بتاعة اللبن النهائية. اللي هو مسلا لبن بخير ست كياس لبن. عشر. اه ست كياس لبن النهائيين. ست كياس لبن اقال حاجة وتلاتين كيس اقصى حاجة. جميل. دلوقتي انا دلوقتي انا خدت ست كياس لبن. انا حط الحداشر ستيب بتوعي على ال اه بتوعي. تمام كده مزبوط? صح. حلو. مزبوط اه. دلوقتي انا ما اقدرش عملها كنترول اصلا. يعني ما اقدرش اه اعرف ازا حصل او حيود في مسلا في المجنس ده. خط اوتوماتيك. بس هو مش هيحصل. هو مش هيحصل. يعني يعني ايه اللي جاب الخط الاوتوماتيك للسيجما ليفل? انت بتاخد انت شجرع العينات. طيب. مالكش دعوه بالخط اوتوماتيك. انت 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 ليه رابط الخط الاوتوماتيك بالعينات? لان دلوقتي انا لما اقدر عندي احداشر ستيب. تمام كده? طب التصنيع بتوعي. اه 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 انا فهمت اصدك انا فهمت اصدك. يعني انت دلوقتي الخط عندك اوتوماتيك. اللبن بيتصنع بيتبستر. طب انا هقولك حاجة. هو الخط الاوتوماتيك دوت كله وصل ببعضه? يعني مفيش فاصل تقدر تاخد من كل مرحلة عينة? لا تقدر. مفيش فاصل. مفيش فاصل. مفيش فاصل. مفيش فاصل? لا. يبقى الخط ده كله بروسس واحدة مرحلة واحدة. تمام يبقى انا كده الخط هعمل. لما اجي حط الديفكت بالاوبورتيونيتي حط رو ماتيريال وحط الخط. انت عندك كم فاصل يا هندسة? في صنعت الكيس اللبن. بياخد كم مرحلة. انا ما عنديش عندي احتوش مرحلة. الخط الخط الاوتوماتيك ده يعتبر مرحلة. العملية اللي بعديها ايه? هعمل بس. تحيين ميكروبي. حلو قوي. انت دلوقتي بعد ما بتصنع الخط الاوتوماتيك. بعد ما بتعمل الكيس اللبن على الخط الاوتوماتيك. بيبقى فيه فاصل لمرحلة تانية صح? ولا بتبقى اوتوماتيك برضو? لا بعد كده. دي بقى دي بقى دي مش اوتوماتيك. بس كده. حضرتك هتاخد بقى المراحل دي الخط الاوتوماتيك بتاع كيس اللبن دي. الايه? ايه? ايه? الفيرست ايه? الفيرست بروسس. طب المرحلة اللي بعدية كزب. واكزب. عندك كم مرحلة? يبقى انا كده اه اخو تزلوا الاربع مراحل مسلا. لو هروماتيريال. بس هتشتغل على الاربع مراحل دون اللي انت هتخط عندهم الستة سامبل بتوع العينة. وتكشف على كل مرحلة العيوب اللي فيها ايه? بس. بتعملش اكتر من كده. شكرا مش مهانس تسامي. شكرا ما حافظ. والعافو يا حبيب. العافو. مستاذ محمد ضيارة تفضل. محمد ضيارة تفضل. اضغط على المايك. السلام عليكم محمد صلاة الله وبركاته ازاك هندسة? الحمد فانا هنا بتعامل مع المرضى. او مع يعني انا المجال اللي شغال فيه مجال التطعيم. تمام? فانا النهاردة بيجي لي مسلا في اليوم هقول ان انا مسلا احنا زي ما حالك قلت كده هيبقى عندي السمبل بتاعي بنتكلم من ستة لتلاتين. طب في حاجات انا بتقابلني ان انا مسلا عند كل مريض مسلا في واحد مسلا ما ينفعش ان هو يطعم. ده بيبقى من الدكتور. هل انا همشي هنا على في. ما ينفعش اللي هو يطعم يعني ده بفيكتس ولا عادي? يعني ده عيب صح? ما ينفعش يطعم عشان عنده مرض معين منعه من التطعيم. يعني ده بفيكتس يعني ده عيب. يعني السمبل دي اتعيب. اه. يعني عيب ولا ميزة? لا عيب. عيب يبقى هتخطه عيب. بس انا بتكلم في كل تلتمية. مش في كل مسلا تلاتين كسامبل. لا ما انا هقولك. انت دلوقتي في تلاتين تلاتين مريض صح? هتختار منهم تلاتين مريض صح? من التلاتين مريض دول واحد ما ينفعش تشتغل عليه صح? تمام كده. ما ينفعش الوقت طعامه. من التلاتين انت ينفعش ياخد تطعيم. ده اعتبر هتحطه. تمام. بس كده. طيب يبقى انا كده اشتغل على السمبل بتاعه هاخد اقل حاجة اللي هو التلاتين. مش هاخد السد. التلاتين. اه لا اخد التلاتين. اه كده انا هاخد التلاتين. لان انا في اليوم المفروض ان انا فعلا بطعم ما بيقلش عن تلتونية واحد في اليوم بيطعامه. فانا كده علشان كده هاخد تلاتين. بالزبط. خد منهم تلاتين. خد المراحل بتاعت التطعيم عندك. انت اول مرحلة عندك في التطعيم ايه? اه تسليل بيانات المرحلة العديل. اه بتشوف علامات حيوية مثلا. بس المرحلة كده. كم مرحلة في المراحل كلها كده? بالزبط همشي على شرط بتاعي وبناء عليها هبتدي هحط تلاتين مريض. وتحط الكروسات وتحسب السيجمال ايفل. عنك. تمام حضرتك. تمام. شكرا جزيلا بش مهندس. لا عفوة. لا عفوة. عفوة. بش مهندس عادل توفيق فطر. السلام عليكم. سلاحة الله وبركاته. ازا كان دكتور. دكتور اسامة طبعا مش عاوز اضيع وقت كتير. حركت تستحق كل الشكر والتقدير طبعا. اه انا المهندس عادل توفيق رئيس تطاع مدير جهاز متابعة تسليم المشروعات. اه حضرتك احنا مظلومين كجهة شغالة في السيرفز. لان كل الامثلة اللي حضرك بتعرضها على البرودكت. ده اولا. سانيا بالنسبة للتسطاب اللي انا. ده كل الامثلة اللي انا بعرضها سيرفز. مش بروضة. انا شايف. يعني المثال الصحية ده سيرفز. المثال بتاع اللوجيستيك سيرفز. المثال بتاع اه الدكتورة هودا. اه. اه. انا انا اتكلم على الجدول اللي دي في المحابرة في صنب المحابرة. اه سيرفز. ده انا ده انا بشرق على البرودكت. والسيرفز. طب سؤالي بس. اه. لا طبعا. لا طبعا. انا بشرق على البرودكت. وبشرق على السيرفز. وكل الامثلة اللي اتعاملت على السيجما نيفل. معظمها. محاضرة النهاردة سيرفز. مش بروضكت. مفيش انا المثال الوحيد اللي اتاخد بروضكت اللي هو بتاع كيس اللابن. طب طب انا اعتذر يا دكتور. بس انا بس على حالك بالنسبة للكيس بتاعتي. اه كجهاز بيتابع تسليم المشروعات في الشركة المدينة العربية. انت حضرتك شغال في اين هو مشروع? تسليم? تسليم? لا مش مشروع. تسليم. كم مشروع? اه. عندك كم مشروع? لا انا عندي كم فرع. انا عندي 26 فرع كل فرع فيه. كل فرع فيه. في فرع ميت مشروع وفي فرع الاربعين وفي فرع عشرين. لا مجموعهم في الستة وعشرين فرع ايه? الف مشروع. الف مشروع. الله ينور عليك. تمام. يبقى عندك. يبقى انت عندك الالف مشروع دول هتاخد منهم تلاتين مشروع عين. حلو. تمام. طيب. البروسيس فلوت شرط اللي عندك في الشغل بتاعك. اول مرحلة بتقوم بيها في شغل المشروع. ايه? طب اوضح حاجة بسيطة. اوضح حاجة بسيطة. انا اوضح حاجة بسيطة. انا اوضح حاجة بس يا دكتور. انا بتعامل مع ستة وعشرين فرع. انا عامل تقييم لكل فرع. لأ بص احنا دلوقتي موضوعنا ايه? احنا مش عايزين نطلع بغا الموضوع اللي احنا بنشرح فيه. احنا موضوعنا ايه دلوقتي? حساب ايه? حساب السيجما ليفل. طب هتحسب ازاي السيجما ليفل? انا بقيم الفرع ككل بقى. نحن ملناش دعا بالتقييم. احنا ملناش يعني احنا بنشرح حاجة غير التقييم. احنا دلوقتي بتقول لي عند حضرتك ستة وعشرين فرع. اه ستة وعشرين فرع. فيهم الف مشروع. الالف مشروع دي هي النمبر اوف يونيبس. في السيجما ليفل. صح ولا غلط? ده انا لو كلمت على مستوى المسروع يبقى انا جوه الفرع. يعني الراجل المسؤول عن السيجما جوه الفرع هو اللي هيبص على عدد مشروعات. انت دلوقتي عايز تحسب السيجما ليفل لكل فرع? يعني ايوة بالزبط انا جهاز مركزي. انا بالنسبة للقلية. من الفروع كلها. من الفروع ايوة. من الفروع كلها. للستة وعشرين فرع. الستة وعشرين فرع شغالين في كم مشروع. الف. بتاخد انت من الالف. تلاتين. تلاتين ماشي معاك. بالارقاب وبتحطهم في الجادول ده. اها. بحط التلاتين مشروع هنا هو. في المشكلة كده? طيب. انت كده لغاية دلوقتي فهم معايا هتعمل ايه? اه تمام احط تلاتين مشروع. المراحل بتاع الشغل المراحل بتاع شغلك اللي هي كجهاز مركزي. اول مرحلة عندك في المشاريع ديت ايه? تسليم نهاية. مرحلة التسليم نهاية. مرحلة العمل المستخلص الخدامي. بعد عمل المستخلص الخدامي. بعد كده. رد المستحقات النقدية. بعد رد المستحقات المادية. رد خطابات الضمان. اخر حاجة دي? اه. ولا في رد خطابات الضمان? بعد رد خطابات الضمان انه اه نقول قفل المشروع. ايو ايو. يعني عند حضرتك كده خمس مراحل. تمام. ولا ستة? ستة? ولا خمسة? انت قلت ايه? اه خمسة. خمسة. خمس مراحل. هتقوم تكتب الخمس مراحل هنا في وتحط قدام التلاتين مشروع كل مشكلة في كل مرحلة. وتحط لها كروس. بس كده. انت كده اكيد اتهمت. انا قصد ايه? اه يعني ان في مشكلة او لا لا. لو في مشكلة بحط كروس. ايوه. برافو عليك. برافو عليك يا عندسة. قدام كل مرحلة حضرتك بتظهر في التلاتين مشروع اللي انت اخترتهم من الالف. بتحط كروسه قدامه. وبتجمع في الاخر في التلاتين مشروع. بس كده. وبتحسب استجمال. اخصهم عشوائي بقى. راندم. التلاتين. راندم ازاي? اه. ايوه. سامبل. عينات. اخصهم راندم طبع. عينات. اخصار من الالف تلاتين. اهالي جداول الشيت اكسل دي هتحرك ممكن بتبعتها لنا الشيت اكسل عشان سهولة. مبعوضة. لو دخلتها عالجروب هتلاقي المهندس احمد حسام على الساعة سبعة كده نشرهم. عندك عالجروب بتقدر تعمل لها على جوجل درايب. موجودة. الشيت ده موجود. والكالكوليتور الشيت موجودة يا عندسة. تمام يا دكتور ما عالش مع زيارة تان بقى. وبنعتذر على الاطاطالة. شكرا يا دكتور. لا مفيش اي حاجة. في حد عنده سؤال تولي على كده خلاص. شكرا يا دكتور ماهر عبدالتواد. فضل. سلام عليكم. فضل. صلاحت الله وبركاته يا دكتور. فكرين يا فدم على المعلومات الجميلة ده هي. الله يخليك تسكيب وتشكر بزوء. الله خليك. انا دكتور. ممكن بس حضرتك تعلل صوتك. عشان الصوت بعيد من السماء يعني احنا معلل الصوت شوية. كده كويس? اه كده تمام. فضل. انا دكتور ماهر رئيس خطاع تنفيذ المهند العرب. انا بس تعليق تعليق على الله يخليك على المهند سعادل بس انا بقترح عليه ان هو كل فرع يعمل له ست اه نماز وبعد كده جيب السيجما المتوسط. عشان خطر يبقى مرتبط بالتخييم بتاعه لانه عارف. بس كده هيدخد نفسه. انا هقولك. كده العملية بتاعتها الطول. لكل فرع ستة وعشرين فرع. هيختار نمبر اوف يونتس لكل فرع. وبعد كده هيجمع السيجما ليفل للستة وعشرين فرع او يقسمهم على ستة وعشرين. فهو كده بيكبر من المراء. بيكبر من العملية اوي. يعني هو كده بيطول في الوقت. انا لما هاجي اخد بكل فرع ستة عينات. او اللي كان عينا بقى. واقعد اجمع. الاينات دي في الاخر واقسمها على ستة وعشرين. هو ممكن ياخد من ستة وعشرين فرع. زي ما قال تلاتين. تلاتين مشروع. من كل من كل فرع مشروع. من كل فرع مشروع. وجمع الستة وعشرين مشروع في جدول. في جدول واحد. عشان تبعى الحساب عندي سهل. انت معايا يا دكتور? طيب. يبعى الحساب عندي واحد. فانا المعمل ستة وعشرين جدول. طيب معبر على جدول واحد بالتلاتين عينا. او انا احنا بنسهل. احنا بنسهل. احنا بنسهل على نفسير. اعمل جدول واحد ولا اعمل ستة وعشرين جدول. جميل جدا ممكن ياخد العينات ازاي? يعني تلاتين عينا دول ممكن مسلا فيه فرع فيه ميت مشروع. اخد من كل فرع. مشروع. مشروع. لا لا ياخد بلسبة العينات. لا بالنسبة الويت عشان يعبارها. هو حر ده هو مطلق الحرية في السامبل اللي بياخدها. اصلا ما لهاش قانون ولا ولا هي اه اجباري. لا هو بياخد. اه بياخد رمضة. هو حاصل. لا هو اصلا. الفروع عندنا متبينة في الجودة بتاعتها. فهو عشان خاطر يجيب حاجة معبرة. وبرده بس سجمة معبرة عن المجموع كله. يهم ما يعمل طبعا الستة وعشرين. ايهم ما ياخد المشروعات بالنسبة الويت لكل لكل فرع. بحيس ان الفرع الكبير هيبقى عدد المشروعات اللي خدها معاه في التلاتين اكتر من الفرع الزغية. لا انا هقول لك حاجة. هو قال لي هو قال لي ان الستة وعشرين فرع فيهم الف مشروع. صحيح. بس انا باخد من الالف مشروع تلاتين مشروع عالي الجودة. بس مش هاي تلاتين مشروع عالي الجودة? انا هعرف من انه عالي الجودة. انا ما انا انا هقول لحضرتك. يعني هو انتو معدقوش من الف تلاتين مشروع علي الجودة? ولا هي كل المشاريع? هتاخد انت التلاتين مشروع علي الجودة اللي انت هتعمل مرجعية عليهم. يبقى انت هيبقى انت هيبقى هيبقى عدارة الجودة معاه وياخد منها. ايوة الله ينور عليك. هيختار هو ممكن حتى من غير الرجوع لقدارة الجودة بيبقى في حاجة في العقد اسمها طولرانس وموصفة او اي تي بي. زي ما حضرتك عارف ان كل مشروع بيبقى بي اي تي بي. بيعرف ان الاي تي بي دوت العميل طالب ايه? من خلال اه متطلبات العميل في الاي تي بي او الكونتراكت بيعرف اذا كان علي الجودة ولا لا. تمام تمام. ماشا شكرا. العافو. العافو. العافو حضرتك. او انصح بمزاعة. بيها سئلة تانية او الا ايه? اا استاذ محمود يوسف دي اخر مدخلة. تفضل. اا تسمع عليكم. تفضل. اا لان باشخع حضرتك على المحاضرة الجنويلة دي. حضرتك ممكن تعلي بس الصوت شوية عشان اسمع سؤال حضرتك. ممكن حضرتك تعلي الصوت شوية. ممكن حضرتك تعلي الصوت شوية? اا كده الصوت واضح. فضل. ممكن حضرتك تعلي الصوت شوية. ايه سمعني كده? او تعرب المايك منك بس. ايه. اه كده تمام. اتفضل. ايه. اه اه لو سمحت وكنت بس بس هو دلوقتي ايه الفرق بين سجما واحد واثنين وتراثة واربعة وخمسة وستة وممكن بدي انا على اجزامبر اللي هو مسلا. مستوى الجودة. مستوى الجودة. الوان سجما بيبقى مقدر يلعب في كبير. التو سجما اقل. الستة سجما مقدر يلعب في الاي الاوي. يعني الوان سجما اكبر قدر من العيوب. يا ليه تو سجما. يا ليه السري سجما. الفور سجما. الفايف سجما. السيكس سجما. تقريبا نسبة العيوب توكات تكون زيرو. ايوة. دلوقتي ده انا افترض ان انت انا عندي شركة وانا مش عايز اخد اللي هي اعلى حاجة اللي هي السجما عشان خطر ايه القوست والساعتها تفايا عالية شوية. ما انا بقول لك بقى انت لازم قبل ما بتطبق منعجية الستة سجما بتقعد مع التوب منيجمنت. وبتعمل حاجة اسمها بروشيك شارتر. وبتشوف اه السجما نيفل. بتشوف السجما نيفل عندك ادي ايه? وبترفق السجما نيفل في الريبورت وبتقدمه للتوب منيجمنت. ومن خلال الاتفاق او الميتنج اللي هيتم مع التوب منيجمنت انت بتشتغل. هو عايز يطبق اقل. هو عايز يطبق اكتر. بتشوف الاول التوب منيجمنت والمؤسسة عندك عايزة ايه? وبتنفز المطلوب. بس كده باختصار يعني. ايه السؤال بقى احنا دلوقتي احنا دلوقتي احنا دلوقتي احنا دلوقتي احنا درابناها وروح طلعنا انه هو اه قريبا. انا دلوقتي لو انا عايزة اطبقه بقى نفس الالتجامب اللي بقى على مثلا ازاي بقى يعني ازاي نحسبها? ازاي نحسبها? يعني فين الريبرانت او فين العامل اللي هنا اللي بيحدد دة ولا تولة سي ولا فورة فايف. تلا. التلت عامل اللي قدامك دول. التلت عامل اللي قدامك دول. شايفهم? يلا اقول هم لانت بقى. هم دول اللي بيحددوا الوان والتو السرية. اللي هما ايه? انت فهمت انا انت فهمت المحاضرة النهاردة ولا ايه? انت حضرت المحاضرة معاها من الاول? اه. انت حضرت المحاضرة معاها من الاول النهاردة? ايوة Voilà حضرتها من نصها. ايا ايوة bake � Oh ايه اللي بيحدد? ايه اللي بيحدد? ايه اللي بيحدد? لأ لأ حضرتك بس اقرب الميكروفون من السامعة بصراحة. بقول لك ايه اللي بيحدد? انا بسألك بقى السؤال اللي انت بتسأله ده. طالما انت حضرات المحاضرة معها من الاول. ايه اللي بيحدد? الوان سيجما والتو سيجما والسري سيجما والفور سيجما. ايه اللي بيحددها? ايه العوامل التي تحدد مستوى السيجما في الكان? ايه العوامل? ايه لا انا مسلا بسأل حالتك بقى دروقتي احنا بتتكلم تكوالتي مسلا او بتتكلم ان انا عارض حدد اي حاجة انا بتتكلم بقى فين بقى اللي هنا بيحدد? في فين اللي انا. العندسة ممكن تقرب المايك منك? ايه ما حاجة اهو. ممكن تقرب المايك منك? ايوة. 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 ايوة بقى خليك على المستوى ده اوة ما تبعدش. ماشي اهو. فضل. ايوة ما انا بقول لها انا بسأل حاجةك عليها السؤال. بين النقطة ايوة. ايوة ايوة. 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 هو دلوقتي فيه تلاتة عوامل بيحدده درجة السجمال داسة. بس الصوت عندك مش واضح بصراحة يعني. الاااااااااااااااااااااا. اسمها number of units العامل الثاني number of defects العامل الثالث defect a opportunity per units التلاتة دول هما اللي بيحددوا درجة السيجما level اللي تحته بتجيب التلاتة عاول دول بتحطهم في الكالكولوترو sheet بتجيب السيجما level وبتشوف السيجما level دي هل تناسب الطوب منش انت عندك في المكان ولا لا هل المدير عندك عايز يسبتها على كده وهو راضي بيها خلاص سبتها له على كده لا مش عجباه وعايز يزودها زودها. ما هو فين بقى العامل اللي بيختلفة يعني يا وضل يعني فين العامل اللي بيحددلي ان انا اروح عن السيجما. هما التلات عوامل دول يا هندسة هما التلات عوامل دول عدد الوحدات والnumber of defects والdefects opportunity هما دول العوامل اللي بيحددوا السيجما بس هي دي العوامل التلاتة الاولينية اللي ادعى فعلهم بالماوس دول شايفهم انا 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 درواتي جالي مثلا دلوقتي اه ممكن يا عندسة تتعرم الميكروفون منك? ايه احنا ممكن يعاوزين نطبق السيتيجما عندنا. عاوزين نطبق السيتيجما استبدع زي cheze копso عايز تزود السيجما يعني. دة من فاطلة عاوزين نقلل السيجما بقى. لا 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 انا ما فيش الكلام ده ما فيش الكلام ده ما دلوقتي لو وصلت الاثنين بوينت اتنين مش هتقل عنها لبدت بتعمل استراتيجية تطبق ان السيكسيجما دي على طول خلاص ما بتقلش بتزيل الطبيعي بتاعك ده انت ليه تقل عن الطبيعي? يعني انا بحسبك بتقول ازاي زودها انا بحسب سؤالك انت عايز تزود السيجما ماشي ده طبيعي اللي انت تزوده انما انت تقل عن اتنين واتنين ده اللي مش طبيعي يعني الطبيعي عندك انت مسلا في المكان بتاعك انت بتطبق اتنين سيجما هتخليها واحد سيجما ده لو واحد سيجما ده مكان معلش يعني ما بيشتجلش يعني ما فيوش جودة اصلا انت عارف يعني واحد سيجما يعني نسبة العيوب 69 في المية انا دلوقتي السيجما دي قصادها صح? دلوقتي انا عشان خاطر اطبق. يا ده تنين اتنين ماشي انت تنين اتنين دي مش هيكوست ولا حاجة. مين اللي قالك اللي هيكوست? ماشي انا بتتكلم دلوقتي ان السيجما دي قصادها. دي قصادها عادي. ايو انا ازود ايه العوامل ان انا اتحكم كيون انا ازود. انت دلوقتي بص يا ناسا انت قابل ببتحسب السيجما بص عشان اريحك. اه قابل ببتحسب بالسيجما ليفل انت بتقعد مع التوب منش من انت الاول. بتشوف عايز يطور ولا لأ? بتشوف عايز يصرف ولا لأ? كده انت يقلي من تمام صح? ماشي. عاوزيني يطور. ايوه انا هو عايز يصرف? هو المزير اللي عندك او المسؤول او صاحب المصنع او صاحب الشركة عايز يصرف ويعمل تحسين? ولا مش عايز? انا عندي بوجت معينة مش عايز اعديها. تمام? بتعمل السيجما ليفل عليها. اوكي ماشي. دلوقتي عديت البوجت المفروضة. يعني مثلا انا طلعت ان انا لو ضبعت السيجما اللي هو عايزها طلعت مثلا ايه? كتة ايه? خويل. لا انت بتعمل دراسة الاول يا هندسة. بتعمل استادي. بتعمل استادي. من خلال الشرطة. عمليات التحسين اللي انت بتقوم بها هتتكلف مئة الف جنيه. انت بتشوف التارجت بتاعك كام المسموح لك? مم. مسموح لك كام? مثلا. مم. مسموح لك اقل? يبقى هتقلل في السيجما يا هندسة. ما هو هنا بقى. فين بقى اللي انا بقى? فين الرفرنس? انت دلوقتي الرفرنس ليك مش الفلوس? ايهوة اه بالضبط. بتشتغل على قد الفلوس اللي معاك. بتعمل تحسين على قد الفلوس اللي معاك. يعني لو المنتج بتاعك انا هطبق فيه تحسين بنسبة ستين في المية. لا انا هطبق بنسبة خمسين في المية تحسين على قد الفلوس اللي معاي. ويبقى الرفرنس ليك. مش الفلوس. دلوقتي لو انا عاوز اتبقى اتبقى على الوحدات والوحدات والحاجة انا يعني مسلا ادود نزب المقاطرة. يعني ايه العوامل. يا عندسة ممكن تفرق المكروفون منك? اه محاولتك او. ايوة. ايوة حاجة. يعني دلوقتي الرفرنس بتاعي فلوس. اتطبقوا ازاي بعمل? اتطبقوا من خلال منهجية الدماج. ايه معنى? الديفاين والميجر والاناليز والانبروف والكنترول. اللي هي منهجية التحسين. اللي هي بتاعت التطوير. بس تشتغل بالدماج على قد الفلوس. يعني اقولتك كده المقروض ان. اه? والحاجات دي ما تطبقش عليها بقى. نعم لأ طبعا دي الكالكوليتور ديشان بتحسب مستوى السيجمة. انما انت بعد ما بتحسب مستوى السيجمة بتطبق الدماج. اللي هي منهجية التحسين. منهجية التحسين الدماج دي هي اللي بتصرف عليها الفلوس. ايوة هي دل نورة بقى. ده لسه بقى احنا كده صح? لا دي لسه بقى دي موالة موالة. دي في اليانه ان شاء الله. هو ده بشونت هو ده لك من قصدي. ان انا دلوقتي انا فاهم النقطة ان انت تحديدك. كده اللي هو التحسين هو اللي. اه لا الكالكوليتور دي بص يا هندسة. الكالكوليتور دي يعني هي حساب عملية حسابية لمستوى السيجمة. لما بنعمل العملية الحسابية احنا بنشوف المكان حسابه كان من السيجمة بعد كده بنطبق الدماج اللي هي منهجية التحسين. قبل ما بنطبق الدماج بنعمل البروشيكت شارتر وبنقعد مع التوب منشبت. بعد ما بنعمل الكلام ده التوب منشبت بيحدد لك البودجيت ان انت هتحسن بيها البروزيس عن طريق الدماج. بتشوف البودجيت اللي معاك وبتصرف في الدماج عقد اللي معاك. بس كنت. في المفروض فان اه مالهام. مشبت. اخمال. فيه سؤال تاني. اه عايز عايز فقدة. كمل الدماج مالهام. فانه ليبل. فان المستوى بعد كده فانه زم. لا ادماج ده بتطبق اه بعد بعد ما بتعسب الاستجمال ليه? ما بتطبقش في اي ليبل. تطبق على كل اللي بناه. شكرا. العافية العافية. كده شكرا. يا ربانسكي يا ربانسكي. كده الحمد الله كده الاسئلة. دي اسئلة تانية? لا كده تماني. اه بالنسبة لل. عشان ما يكيش بقى حد يسأل تاني عالجروب. احنا كده خدنا كل الاسئلة. يعني عشان ما فيش حد يكتب تاني عالجروب اسئلة بقى وكده. لا ايه? لا ايه. نعم كده الحمد لله. شكرا. يلا شوفكم بقى ان شاء الله الاسبوع الجاي. اه في نفس المعاد يوم الخميس الجاي. عشان هنشرح مع سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.